اخواتي و اخواتي مصر خير عليكم عندي بعض الخلل الخلل اليوم فمراه مشي سمعوا فيا اني معاهم مراه مشي سمعوا فيا اخواتي سمعوا فيا اني معاهم مراه مشي سمعوا فيا يا الخواة سنحاول مشكل هدايا ضينا سنحاول مشكل هم مرحة هل... هل... هل ... هل... هال... نحن سوف نسيقی هل... هل... نحن سوف نسيقی المترجم للغاية نرجح هنا لأنكم لن تسمعونني في ميسنجر أنا أسمعكم ولكن لن تسمعونني إذن نبقى في سكايب أفضل حتى ولو روبي كاميرا لن تستطيعون نعم لا أسمعكم وشوفكم ولكن لن أستطيع لن تستطيعون أن تسمعونني شكرا لنعتذر إخوتتي إخوتاني على هذا الخلل الطفيف روبي فلدينا الكاميرا لديك سيبون بيري جود إذن أيها السادة خلق شيء بس الميسنجر الميسنجر لأنه قاعد يسوي عندي دبل سكرا أوكي نزعت إيه إيه شلت 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 إيه دقائق ونبدأ نبدأ الحلقة أوكي الباجي ليش مطالعين وين الباجي سيأتونا إذن إخوتتي إخوتاني مصر خير عليكم فنحن سعادة جدا وجد سعادة وحبنا نطرق إلى مشكلة عويس مشكلة هام الذي نلقاها في كل البلدان التي فيها خاصة الدين الإسلام والرقية فمعنا اليوم اللي يكونوا معنا روبي عبدالحاكم كاريم حركان نبيل ديفيد وكل واحد من بلد نرحب أولا وقبل كل شيء بعبدالحاكم ودايفيد مساء الخير لن نسمعكم أهلا أهلا بك جيلو أهلا وبجميع الصديقات والأصدقاء ومعايا طبعا مصر خير مصر خير الجميع تحياتي لكم مصر سعيد بأن يكون معكم بأيدي السهرة اليوم شكرا جزيلا إذن لدينا العراق وسوريا لا أنا أنا أنتمي لبني الإنسان لا أنتمي لبني الإنسان أوكي أوكي ومعنا كذلك جيسي جيسي أهلا وسهلا ومرحبا بك جيسي لا ليس جيسي روبي راني متصطط وانا قاعدة أقول ليش يقول جيسي جيسي مش معانا أهلا وسهلا لعم روبي أهلا بي الأصدقاء والأحباب أحمد حرقان دايبد رجل الكهف مشرفنا اليوم ومفاجأة حلو منك يا أبا الحكم وشكرا لإستضافتي وكمان معانا كريم ومعانا الإرهابي نبيل أهلا وسهلا بكم أهلا حرقان مصر يا مرحبا يا مرحبا حرقان يعني لما جميلة لما جميلة يعني آه إن شاء الله ها إن شاء الله ستكون جميلة معانا معانا أنا مبسوط مخصوص عشان شايف حكمة وديفيد مع بعض كث بكث يوم اللي يشوفك بنصنا قاعد نتمنى تقعد في نصنا هيحصل علي معانا كذلك كريم التحق أم لا لن يتحق بعد كان معانا نبيل لن يلتحق بعد نبيل معانا معانا لا نبيل وديفيد وابو الحاكم بس نبيل نبيل معانا نبيل من مغرب بس مش عارف ليش ما يتكلم آه معلش ست عندما تتكلمون أنا سأ أحاول أن أعمل كل التقنيات وصلح ذلك إذن روبي نبدأ بك لأن جنس اللطيف لا بد أبدأ بغيري خليهم يتكلمون عن الرقية وعن السحر وهذا وبعدين أنا أتكلم لأن أنا أكثر شيء أبي أدش في علم الدماغ أكثر شيء يعني كيف هذه الأشياء تصير فأعتقد وأحب كمان ديفيد يساعدني في هالشيء إذن نذهب إلى ديفيد وإلى أبو الحاكم تفضل الرقية الشرعية في الإسلام وكل المشاكل التي تدور حولها تعاوش نتكلم عليه إسلاميا ولا علميا بالبداية إسلاميا ماذا يقول القرآن إذا أردت ثم تجموزت أوكي الرقية الشرعية طبعا موجودة ليس فقط في الإسلام موجود في الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية والأعتقد الديانة الأخرى لا أتأكد منها لكن منتشرة بكثافة عندنا بدول المغرب العربي أو الساكنين في الدول الشمال أفريقيا جزائر المغرب أكثر شيء اللي يعرفوا أن هذا الشيء موجود فيها الرقية الشرعية ببساطة هي نصب على الناس باسم الإله والدين والشفاة عن طريق القرآن أو الاتصال بالأئمة أو أرواح أو هكذا أشياء يعني في عدنا بالعراق مثلا يقولوا حظرنا روح عبدالقادر القيلاني مثلا وهو منتشر في المكان وينطي بركاته وهكذا أشياء يعني أعتقد سامين على عبدالقادر القيلاني هذا مشهور ضريح موجود بالعراق العراق ضريحه الجيلاني فيه رضريح تاني بدمشق مثل كل الأهم اللي إلى أكتر مهارية عن جد عن جد عندنا يزوروا أحدكم يزوروا السمين من نصين يمكن على كل حال فالصراحة صاروا يتفننون بهذا العمليات الدجل والشعوذة اللي يعملوها طبعا راح يكون معانا نبيل هو أدرى بهذا الشيء وراح يتكلم بالتفصيل أكثر مني عن هذه الأمور الدجل والخرافة وأنا شفت أيضا يعملون دجل واتصال ورقية شرعية عن طريق الاتصال بالجن في الفضائيات يعني وصلوها درجة المهانة وصلت أنه يرحم بالفضائيات ويتكلمون كيف يتواصلون مع الأرواح أو يقرؤون عليهم بالقرآن أخرج بإسم الله ويقرأ عليه آية ومعرف إيش وتروح تشوف نفس الشيء بالكنيسة نفس الطريقة باسم يوحنى المعمدان وكلمة الراب باسم الآب والإبن والروح القدس أخرجي أياته الروح الشريرة ويعملوا تمثيلية وتشوف يطلعوا الأرواح يدعون التواصل يعني عن طريق الأرواح أو الجن أو القرآن وطريقتهم معروفة كيف يقدرون يضحكون على الناس البسيطة حتى بعض الناس المثقفين صاروا ينخدعوا بهذه الأساليب ويضحكون عليهم يجلب الشخص ويجيب معلومات عنه من كل مكان يجمع معلومات قبل ما يقولوا أنت فلانه وأبوك فلانه وأنت عرف فلانه ومتجاوز عامل هيك قبلها يبعثون له مصيدة حدا يستدرجوا ويتكلم معاه يعرف على المعلومات وبعدين يدعي الشيخ أنه مركوب وعملي له عمل سحر أسود وموجود في مكان معين وما بيطلع إلا تذبح خروف أو ديك أو معرف إيش مسائل وتعويذات يكتبوها أعتقد نحن في القرن الواحد وعشرين ولحد الآن نصدق في هذه الأشياء فيه عندنا خلل كبير بمجتمعاتنا يعني عقلنا لسه ما وصل إلى الدرجة البسيطة البدائية يعني لما نحن نؤمن بهكذا أشياء وهذه الأشياء مستفادين من الشيوخ في كل مكان حتى في الكناز أول ما يخلص يطلع الجن موجود صندوق للتبرعات يروحين يدفعون فيها تبرعات أو الشيخ يجي يدفع التبرعات حتى صارت مضحكة أنه طلعوا فيديوهات الشخص يلامس المرأة ويلزأ جسمه بجسمها حركات جنسية يعمل معها على أساس يطلع الجن بهذه الحركات أو عن طريق الضرب يضرب الشخص ضرب ضرب مبرح حتى يطلعوا الجن أنا صارت معي حادثة والدتي بال 92 لما رح الزيارة للعراق راحوا عند واحد على أساس يفهم في هذه الأشياء فسأل اسمه إيش يعني خوالي كانوا مختفين طبعا نمعدي الوالدة لا تعرف بس نسايرها ونروح معها عدا أمل أن أخوانا موجودين فقال إيش عمل على أطفر وحبر وقال هؤلاء هؤلاء هم أعدين وأنا شايفهم ويسلموا على بعض ومعرف إحنا نشوف نبصل لهم إحنا ما شايفين شي يقول لا أنا شايف أنا شايف طيب قال إذا واحد بيكم عاوز يتبرع أنا أقول لكم مكانه بالضبط أخليكم أنتم تشوفوا قلت له أنا أتبرع قال لي تخيل نفسك أنت رايح معرف إيش هالكلام الفاضي وأنا أحاول أندمج معاه أنا عارف وكله كذب فأقول له أنا ما شايف شي قال لا أنت تركيزك مو معي جيب هاي أختك الغيرة أختي كانت 14 سنة جيب هاي هاي ممكن توصل مكان مكانهم نفس الشي ركزي وانتي هاي رح تتحركين رح تروحين تشوفين خوالكم معرف إيش نفس الشي نفس الجواب قالت وأنا لم أشاهد شي وعم حاول أتخيل ومش قادر يعني أنا نفعل معك يعني قال لا المشكلة عنكم يعني طلعا المشكلة عننا إحنا مش عنده وقدامنا جاب وحدة بالنصب والاحتيال هو كان عاوزني يطلعوا للخارج بهذه الطريقة النصب يعني جاب وحدة على أساس قال فلان سرق أوليني وين سرق قال أي راح فلان مكان راح فلان مكان جايبه وم يشتغل معها وعملوا العملية النصب كلها نصب واحتيال ومعروفة قصص واللي عاوز يشوف هذا الشي يخلي يشوف فيلم يا أنا يا خلتي لمحمد ينيدي يشوف في هذه الأشياء هاي بداية الحبي تقوله وأتمنى أن أبيني يكون موجود وهو عنده معلومات أكثر مني في كثير سيأتي أقولك في الجزائر كانت تلفزها في الستينات والسبعينات كانت حصة شاهيرة اسمها الشيخ النوري وهذا الشيخ النوري كان يحذر الشعب عن هذا الخطر هذا تع الرقية وتع الشيوخ الذين ويذهب إلى الكوليس تع هذا الشيوخ ونشاهد في الشاشة كل ما يجري بأن كلهم حتى الذين يقولون بأنهم مرضى فهم يعملون مع ذات الراقي ويعني الشيخ النوري كان يقول جملته الشهيرة أجي عند الشيخ النوري أنت عليك بالمال وانا عليها بالأعمال هذا يعني التحذير اللي كانت تدير التلفزة الجزائرية الستينات والسبعينات أما الآن فتعمل العكس العكس وبعثت لكم شريط حول ما جرى في التلفزة الجزائرية في قناة النهار أين لدينا شيخ شمس الدين الذي يتكلم مع الشيطان ويقول مع الجن الذي في المرأة ويقول للجن ليس لدي وقت فأدخل وأتيك وأحرقك بالقرآن يعني شيء رهيب جدا وجده رهيب سنحاول أن روبي تستطيعين أن تتدخلين إذا تريدين كنت أحاول كنت أحاول أني أدخل كريم بس إذا تعملون لآد أي حد يعمل لآد أوكي لأنا حاولت وما توفقت وريتنا أنت قبل هالحلقة البنت اللي طلعت مع الشيخ وكانت قرأ عليها القرآن وصارت تعمل حركات وطاحت بالأرض كل ما يقرأ عليها القرآن هي تتحرك بشيء من كصرع صرع خفيف على الأقل يعني بدون الأشياء الأخرى فهذا كثير من الناس كانوا يقولون أنها حسب المذيعة كثير من الناس كانوا وقالوا أنها تمثل في الواقع هي لا تمثل هي بالفعل تشعر بهذا تشعر بهذا نوع من الصرع الوهم عندنا أحد الأشياء التي لدينا كلنا كبشر عندنا نسبة من الوهم يعني وهذا الوهم هو طيف هو يختلف حسب الشخص يوصل للدرجة الأولى من الوهم اللي يحسب الشخص أنه يعني يعطيه مجال للخيال ويعطيه مجال في الرسم والفن وهذا جيد هذا في أول الطيف مثلا وآخر الطيف ممكن يوصل للسكتزوفرينيا يعني اللي هو الوهم الشديد المرضي وبينهم في طيف من كمية الوهم اللي يشعره كل شخص فينا أو موجود أصلا في دماغنا إحنا علشان نفهم إيه ليش تعمل هذا الشيء كيف هذا أثر عليها لازم نفهم كيف يعمل الدماغ وعشان نفهم كيف يعمل الدماغ لازم نعرف كيف تطور الدماغ يعني الدماغ بداياته كان في عقل أو ما يسمى بالليزرد أو العقلية السحلية البدائية وهي موجودة في أغلب الأحيان يعني هي موجودة بالمؤخرة كما يقولون وبعدين تطور هذا الدماغ صار دماغ الثديات ثديات العليا وبعدين للقرد العليا اللي هما نحن ونحن تطورنا لسنا يعني تطورنا ليس قديم كتطور الأدمغة الأخرى فلازلنا نحمل هذه الأدمغة معنا مثلا للمنطق وطريقة حساب الاحتمالات هذه أشياء لا يعرفها العقل القديم أو عقل الليزرد أو حتى الثديات هو يعرفها العقل البشري وهو في الفص الجبهوي اللي موجود هنا وهذا هو المتقدم وهذا يكون في العادة إذا إحنا شغلنا مثل ما كان إذا شغلنا ممكن أن نسيطر على البقية لكن للأسف في الديفولت الواقع العادي هو هذا اللي يأثر علينا وهو الدماغ القديم لأنه أقدم ولأنه تطور معنا وتعلم أشياء واكتسب أشياء من البيئة فعندك مثلا الدماغ القديم مثلا هو اللي يتعامل مع العواطف ونحن ناس نتعامل في كل شيء مع العواطف كلنا رجل امرأة نتعامل مع العاطفة يعني كحافز أو ولي يعني مثلا أعطيك مثال إذا شيء ضرب بجانبك مثلا أو شيء سمعت شيء صوت بجانبك فأنت ما تفعله أنك تخاف وتهرب هذا يكون هو الأول شيء اللي تسوي بعدين ترجع تشوف شنو كان مصدر هذا الخوف التصرف اللي تصرفته كان بسبب العواطف إذا عرفنا هذه الميكانيكية للدماغ نستطيع أن نفهم كيف يقوم هؤلاء الشخص اللي يعني يصير فيه هذا الشيء كيف العاطفة تؤثر عليه والأشياء الأخرى مثل الحاجات النفسية أيضا تؤثر عليه وهذه الحاجات النفسية كثيرة مثلا أنا ما رح إذا تابون أذكرها أذكرها بس عشان ضيق الوقت لن أذكرها هناك الكثير من الحاجات ومنها الأشياء المهمة يعني اللي ما يسمونه التعصب 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 شي سمونه ساعدني في هذه بالعربي تعصب للتوكيد التأكيد نعم التعصب للتوكيد فهذا يكون مبرمج عنده صورة في دماغه صورة معينة مثلا مثل السحر مثل اللي ذكرته أنا الحين بس رح أذكر السحر لأن هذه كلها تدخل وفيها كثير أشياء تدخل فيها بس أبسطها بحيث أن أقلنا يفهم هذا شيء فهو يكون عنده صورة في دماغه على السحر عنده صورة على بنظرة معينة ينظر إليها للعالم من خلال نظرته لما مثلا يشوف أشياء معينة تحصل له هذه الحوادث ما لها أي دخل ما لها علاقة بالسحر مثلا لكن هي الدماغ يعمل هذه الرابطة ولا يأخذ غيرها لأن أصلا هو مبرمج أن يأخذ هذا الحل الدماغ لا يقول مثلا ممكن أنا مثلا تروح بيتها تروح غرفة نومها أوكي لسي خنقول أنا راحت غرفة نومها وحست بعوار الرأس الشديد هذا العوار كلما تدخل غرفتها تحس فيه عوار الرأس فهي تضع أول شيء يأتي في بالها أن هذا العوار بسبب شيء في الغرفة حد عامل يسحر في الغرفة طيب يمكن يكون شيء بالتكييف يمكن يكون شيء ثاني يمكن يكون حتى ساعات المبنى طريقته والشمس يدخل فيه تحية ما يدخل فهذا كلها احتمالات عقلها أو عقولنا بشكل عام لا يحط أهمية لهذه الاحتمالات ولا يذكرها أصلا هو ياخذ الجزء اللي يوافق الشيء اللي كان في باله بالأساس ويطابق وهذا اللي يحصل فيها فهي الدرايب أو المحرك ما لها هو الخوف هي خايفة والوهم اللي هو موجود جزء منه قد تكون هي أنا ما أقول لك هي مريضة يعني مريضة بشكل سكتسوفرينية بس ممكن تكون أقل هذه الأشياء من يعرفها هو الطبيب وليس وليس رجل الدين فلما ييجي رجل الدين ويقرأ القرآن هو يزيد الخوف في نفسيتها فيزيد عندها الصرع وهذا اللي يحدث هي ليست هي لا تمثل هي بالفعل تشعر بذلك لأن الحالة النفسية تؤثر على الحالة الفيزيائية وبالعكس فهذا اللي أقول الحين وممكن إذا في أشياء ثانية يعني يظهر من الجماعة ممكن نرجع شكرا جزيلا المفيد وبطريقة علمية شكرا معنا كريم كريم مساء الخير أهلا وسهلا ما نشوفو فيك كريم أصبر نشوف كيفاش هكا تشوفو فيا ما زال ما نشوفوش فيك يا أخي أصبر خاطرنا هكذا نشوفوك أوكي أوكي هكا تشوفو فيا وي أوكي أهلا وسهلا بالجميع قبل كل شيء أنا ما نشوفي روحي به شوفو فيا هكا سبع نشوفوك أبو الحكم تكلم على الرقية الشرعية والأخت روبي أيضا أنا سوف أوضيف بعض النقاط يعني زيادة على ما قالوه النقطة الأولى اللي قالها أبو الحكم هي ما هيش خاصة بالإسلام فقط بالفعل الرقية الشرعية ساعة لازمنا نفرق وفما ياسر أنواع فما الرقية وفما السحر وفما السرع ذوما كل حاجة وحدها وساعات السرع يدخل مع الرقية الشرعية نجم ونعمل عملية السرع بالرقية الشرعية وساعات أيضا الرقية الشرعية نستعمل معها ما يسمى بالسحر وبعض الأدوات السحرية وهذه هي طبيعة موجودة في كل المجتمعات البدائية القديمة ونجد الطريقة هذه تحت عدة تسميات موجودة في الدول الأفريقية وفي الشعوب القديمة جدا وفي الهند وغيرها طبعا احنا اخذنا لها الاسم الرقية الشرعية لأن هناك نصوص دينية تؤكد على الرقية الشرعية وفما حوادث تقول أن حتى محمد كان يرقي نفسه بنفسه الرقية الشرعية مش بالضرورة تكون بشخص آخر نجد أنت ترقي فما آيات خاصة للرقية الشرعية وفما أحاديث أو أدعية خاصة للرقية الشرعية هذه أول مرة لنسمع بها شي طبيعي فما آيات خاصة ولموع إذا تاين وغيرها من الآيات نجد نذكر جميع الآيات متاع الرقية الشرعية فما أحاديث تنقل أن محمد كان قبل ما ينام كل يوم يرقي روحه وهذه مش خاصة بالإسلام أحنا في شمال إفريقيا كان تعرف جلود قبل أمهاتنا تقول لك نكعبرك تعدي عليك تكعبيرا فمت تشد يد حكا تسكرها وتبدأ تكعبر فيك هذه زد نوعا من الرقية الشرعية أمهاتنا لقدم جدودنا كانوا يمارسون ما يسمى بالرقية الشرعية وهي عبارة على سحب ما يسمى بالطاقة السلبية من الجسد وأعطاء الطاقة الإيجابية هنا حابيت نذكر بعض النقطة المهمة كما ذكرت قلت لكم فما السرع فما الرقية فما السحر والحاجة المهمة جدا النقطة المهمة هي على حسب الشخص وإيمانه يعني الشخص على قد ما يكون مؤمن بالفكرة على قد ما تكون التأثير متاحها على نفسيته أكثر كما أن الشخص على قد ما يكون مؤمن بالشخص اللي بشيعمله الرقية والشخص ذاك يعني يكون عنده معندها سيد ويكون عنده معندها يعني المسألة النفسية كما قالت روبي له دخل كبير في بعض الأحيانة يقولوا هذو ما الأشخاص يمتلوا لا صحيح فما بعض الأشخاص أنا لا أنكر اللي يعملوا الرقية فما أشخاص يمثلوا واللي تقع لهم الرقية فما بعض الأشخاص يعملوا التنفيذ ولكن نأكد لك إن بنسبة منحبش وكل برسنتاج 80% هي موجودة وهي حالة نفسية بأتم معنى الكلمة ما فهم حقيقة 100% وما فهم كذب 100% يعني وقتا نحكيه عن الرقية الشرعية فما بعض الأشخاص يقول كذب وحكاية فارغة وكذب لا وما نجموش وقوله أيضا اللي ما عندهاش منافع على كثير الأشخاص فما أشخاص بالفعل فهمت يعني الرقية الشرعية تبدللها محياتهم لأن الرقية الشرعية سعبه أكثر شي مع الأمور ولكن فما ما يسمى الأشخاص اللي يعيشوا شخصيتين عندهم شخصيتين في الداخل المتاعهم وذلك يدخل ما يسمى بالشعور واللا شعور في الحقيقة هو الموضوع يعني كبير 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 ياسر ومع أنت ما هوش كذب 100% حتى أنه علم النفس كما قالت روبي يعني يبحث في هذه المسألة وعنده زوج جوانب في عالم نفسه يمكن روبي أكثر متخصة في المسألة هذيك مني هي المسألة النفسية ما يسمى الشعور ولا الشعور وفما أيضا مسألة جسمية جسمية يعني ما يسمى إفرازات كيميوية في البدن فما أشياء تفرص في المخ تخليك أنت تشوف الهلواس كما الإنسان وقته يشرب اشرب أو يشرب نوع من المخدرات يوقع عليه نوع من الهلواس هذه الأمور التي تعمل الهلواس في بعض الأحيان الجسم عن طريق أكل معين أو عن طريق حتى بالمولد أن المخ يفرز هذه الكميات بتاع الواحد بطريقة أن يحس المسألة هذه ما نحب نزيد نطول عليكم في المسألة أما حابيت أن أقول لكم اللي باهي ما عندها صحيح اللي يفهم ياسر خلويد وياسر حكاية فارغة أما راهو الرقية الشرعية خاصة في المناطق البوادي والمناطق اللي معتها ما عندهم إمكانيات بيش يمشيوا لطبيب نفسي ويعالج وهو أصلا ما يومونش بفكرة الطبيب النفسي صدقوني أن الرقية الشرعية يمكن أن تقدم حلول لناس عادين وهنا كما قلت لكم يعني مش موجودة كان عند المسلمين موجودة عند كل الأديان السماوية بل وجودها أكثر خاصة في المعتقدات القديمة والمعتقدات المرتبطة بالروحانيات وبالعاطفة كما قلت روبي يعني مسألة عاطفية جدا 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 المهم خليكم تكملوا تكلموا في الموضوع عندي أسئلة عندما تقول الرقية الشرعية من الذي شرعها الرقية الشرعية موجودة قبل التشريع مش موجودة مش أول واحد جاء بيها الإسلام راقي راقي يعني راقي يقول لك أنا أرقي برقية شرعية ما معنى هذا الشرعية شرعها شرعها نصايح أحاديث مروية عن محمد فمآيات قرآنية تمثل الرقية الشرعية طبعا هذا الكل تأسس مسألة الرقية الشرعية لو نرجعه نلقوها تأسس في عهد الدولة العباسية كما قال الأخ أبو الحكم مع ظهور ما يسمى بالمذاهب الصوفية وعبد القدر جيلاني والطريقة القادرية والطرق الصوفية هما اللي أوجدوا ومعنتها وضعوا كما يقولوا التشريع للرقية الشرعية والقواعد متاحة سواء من الكتاب والسنة اعتماد يعني فما ماهيش لعبه هي يعني معنتها في اللي يقوم بالرقية حتى في الكنيسة الذي يقوم بالرقية ليس أي إنسان فما أشخاص معينين تتوفر فيهم الأوصاب في المعينة ويستعملوا أساليب معينة هي اللي تم بها الرقية الشرعية ومدنسبة للرقية الشرعية اللي هي في الإسلام على حسب الدين الإسلامي هي مشرعة وعندها قواعد للراقي وأساليب الرقية والآيات القرآنية التي تستعمل والأحاديث وهذا تجده في كل المصادر الإسلامية وكما قل الإنسان ينجم يرقي نفسه بنفسه شكرا أعتقد أن حرقان معنا لا نبيل من المغرب تفضل نبيل مساء الخير نبيل أنت يا رك درت رقيت ديجا يعني درت كنت راق ترقي نبيل أنت أنت مش سمعيني ولا آه حرقان معنا حرقان معاك صديقي أنا ما ترقي صديقي حرقان تفضل مساء النور هو السود بي أطع ولا حق نعم نسمعك الآن طيب طيب بنتكلم عن عن الرقية الأصدقاء يعني كافوا ووفوا في الموضوع خصوصا رباب أصوتي مسموعة نعم الرقية فعلا موجودة من أيام ما يسمى بالجهلية يعني قبل الإسلام وحاجات كتير خدها محمد من الجاهلية أو من العصر اللي هو العرب قبل الإسلام يعني من آباءه ومن أجداده ومن مجتمعه يعني منها التمائم والرقية الرقية نوع من أنواع التمائم يعني الرقية وثانية موجودة في الإسلام طوارت الرقية مع الوقت وبقت لها أحكام وسموها الرقية الشرعية وأهلنا بقى أخذوا الحاجات دي وبقوا يعني يستخدموها براحة ضمير وأعتقد أنها فعلا يعني مؤثرة أنا فاكر أن أمي كانت ترقيني لما أمرض مثلا كانت ترقيني وتحط يديها على أرتي مثلا أو تمسح على جسم وتقول بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل دان يوذيك ومن كل شر كل نفس نوعين حسد الله يشفيك فرضو جدتي كانت تعمل كده مع أمي ومع أخو ومع أولادها مرد وكذا ف وفي الرقية التي تعتقد أنها مسحور أو الممسوس وهذه رقية طويلة ومن له هاياخدنا الموضوع الثاني هو الاعتقاد في السحر والاعتقاد في المست والرقية هنا بتسبب مصائب يعني الرقية للعلاج الممسوس مثلا أو الناس اللي هو مصحور ده بيعمل فوضى فيما يتعلق بالمرضى النفسية فيه أمراض نفسية كتير بدل ما الناس بتاخد المريض لدكتور النفسي بياخده للشيخ عشان يرقيه لأنه بيعتخدوا الأعراض هي أعراض مسه وهي بتكون أعراض لأمراض نفسية أشهر مرض نفسه بيلتبس عند الناس مع المسه أو ما يعتخدون هو أنه مسه الهستيريا الهستيريا التحولية يعني أن الإنسان مثلا بيكون عنده أعراض أو تصرفات غريبة جدا أو أعراض غريبة يعني الناس ما بتفهمهاش يعني مثلا الحد يكون عنده عمى هستيري أو يصاب العمى يخدون الطبيب طبيب العيون فالطبيب يقول ما عنده أي مشكلة يعني المفروض أنه يكون بيشوف دلوقتي فيخدو على طول للشيخ يرقيه ويفرق عليه الرقة الشرعية عشان ده ممكن يكون ممسوس الجن في حين ده مرض يعني هستيريا أصلا ده بيكون بسبب أن العقل البطن بيحول المشكلة كبيرة أو صدمة الإنسان كان متعرض لها بيحولها لمشكلة عضوية بيحولها لمشكلة عضوية مؤقتا عشان يخفف الضغط عن العقل البطن وعن الآلم الذي يمكن أن يكون تقلم يعني مثلا برضو يصاب بشلل المسلا علشان هو عند يعني عند مشكلة في الشغل كبيرة ومش عاوز مش عارف يحلها إزاي فالعقل البطن يحاول الكلام ده إن هو يعمله شغل الفيدراء بحيث إن هو ما يعرف شي يكتب مثلا ويقدي وظيفته فده يخفف عنه ضغط الشغل وحاجات زي كده يعني فبيغضوه ويفضل المريض يتردد على الشيخ وعلى المشايخ وعلى أمل إن يكون فيه نتيجة وما بقاش فيه نتيجة خالص لأسف ومع ذلك بيصروا على إن هم يروحوا كل مدة للشيخ ويقرأ ويروش على حل تاني لأسف لإعتقادهم إن لإعتقادهم إن هو ده الحل الوحيد فبيفضلوا طول عمرهم وييلهسوا حولين الأحاجات دي وما بيعرفوش يعرجوا مشكلة كتير من المشاكل يعني 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 إذا راحوا يعني إذا راحوا الدكتور فعلا متخصص وهو يعني راحوا للعلم في النهاية لأن هم عندهم فكرة عندهم فكرة عن مثلا إن فيه مرض اسمه مثلا هستيريا أو مرض زي الصرع هو اللي بيخلي الإنسان يتشنك كده مش الجن مش هيعمله كده أبدا مش هيعمله كده أبدا إن فيه مشكلتين في الموضوع ده مشكلة الجهل والخجل من إن هما يروح للطبيب فالرخ كان صغرة كبيرة في المجتمع يعني صغرة كبيرة خلت الناس ما ترجع ما ترجعش للأطباء وترجع للدجالين آه كانت بترقي آه يعني من يدعى إن هما مسحورين أو ممسوسين وكده فأنا كنت بعمل موضوع ده والواجه اللي يعني ما كنتش بتقاضي أجر عليه فيه ناس بتاعوا بتتقاضي أجر وبتعمل دي شغلاتها يعني بس أنا كنت برقي علشان خاطر أعتقر إن 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 إنسان الممسوس ده أو المسحور يعني محتاج مساعدة وإن دي الحاجة اللي قدر أقدر أقدم هالو يعني كنت بعض بالسعالة ترقي الناس بصراحة لإن الرقية قويلة جدا وتكرارها كل ما تكرر أكتر كل ما تبقى فعالة وفي الآخر النتيجة بلح كبير والرقية التي كنت ترقي ها أنت يعني هل كان عندك عملت دروس عنها أو تقرأ القرآن فقط أو فيها أصلا هي اجتهادات للعلماء بين قوسين طبعا علماء مفيش علماء ولها حاجة في الدين يعني الدين مش محتاج علماء ده محتاج ناس تحفظ شوية نصوص كده وخلاص فهم جمعوا الآيات معينة لها تأثير معين كل حاجة على يعني السحر مثلا يعني يقروا الآيات في السحر مثلا فلما ألقوا قال موسى ما جيتم في السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل يقرر فإن الله سيبطل الهات لحد ما يبال أصحاب يعني بعد كده يخش على بعدها إنما صنعوا كيد وساحر ولا يفلح السحر حتى فلقس ساحر ساحر جديد فلقس ساحر 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 فلقس ضيعت أنا من عمر ساعات طويلة لا يعني لو جمعت كل الساعات اللي كنت برقس فيها الناس ممكن توصل لأيام يعني بل ممكن توصل لشهور مش عارف قضيت وقت كتير جدا ضيع وقت عشان خاطر عالج السحر والمس والحاجات دي وللأسف ما فيش نتيجة والغباء الواحد كان متورط يعني متلبس بالواحد إن هو كان يعني بيزم السحرة ويقولوا عليهم دجالين والناس اللي هم يقولوا عليهم دجالين والدليل إنه ما فيش أي نتيجة بتحصل على أديهم فأنا برضو الرقية ما كاش فيه أي نتيجة بتحصل بس دي كانت صحة والتالي غلط يعني ضرب ستعال نعم هل أحد يريد أن يعلق عن ما قال هو حرقان ديفيد آلو ديفيد ديفيد لن نسمع لا طلعت إنه شكل نعم أنا كنت مداخلة اللي قاله كريم هلو وي وي محب أصدقوا أوكي قوهد تفضل تفضل ديفيد مثل خير مرة تانية للجميع ويعني غطيت الموضوع من مختلف النواحي تبع يعني مثل ما قالوا الأصدقاء أولا موضوع الاعتقادات هاي بالتلبس والمرض اللي ممكن تشفيه بالرقية وبالتمائم وبهي دي الأمور يعني هو مو موضوع جديد على الإسلام أبدا موضوع يعني بيرجع بداياته لبدايات تأسيس المدن والشمانات القدام يعني من قبل الأديان الموجودة اليوم الشمانات هاي كانت شغلتهم وبهي الطريقة هنن بيحسنوا يسيطروا خليني يقول على الناس البسطاء المعرفة اللي احنا اليوم بنعرفها عن طريقة عمل الدماغ طريق السيكولوجي هاي دي أمور جديدة كتير كتير ولساتنا ببدايات الطريق يعني العقود الأخيرة بس لحتى بلشنا نفهم شوي كيف دماغنا عم يشتغل شو يعني كل الاضطرابات النفسية ولسه لليوم عم ينعمل أبديتس وعم نحدث بشو هي الاضطرابات النفسية لليوم عم نحاول نفهم عمل الدماغ نعمل سكانينج للدماغ عم نعمل تطوير يعني احنا عم نتحدث بسرعة رهيبة لكن المفارقة المضحكة انه قبل فترة من الزمن يعني لحنا كنا حسنانين نفهم أمور كتيرة لكن منا فهماني لسه انفسنا ولا كيف لحنا عم نشتغل وإلى آخرين فبهذه الحالة وقت كانت البشرية ما عند أي أسس لأي الأسس العلمية اللي احنا بنعرفها اليوم الأسس المادية لمسببات الأشياء كانت مختفية تماما من الفكر الإنساني الخرافة كانت متفشية ويعني أنا برجع وقول دايما أن موضوع تفشي الخرافة أنا موجهة نظري يعني موجهة نظر أنثروبولوجية أمر مفهوم جدا يعني إحنا إذا كنا عم نتخيل الأشخاص القدامة يلي هو متله حدا من الناس أو مثلا امرأة جابت طفلين واحد منهم مات والتاني ضلعيش أو هيد الحالات اللي بالنسبة للرجل القديم أو الإنسان القديم ما كان يفهم شو السبب أنه فيه إنسان على قيد الحياة وإنسان مش على قيد الحياة الظواهر الظواهر الطبيعية كل ياته بالنسبة للإنسان القديم يعني أمور فعلا معجزة جدا يعني حالات اللي يشوفها من ظواهر طبيعية بالنسبة ل له بده تفسيرات وهكذا ما في بين إيديهم أي تفسيرات مادية أي تفسيرات يعني ممكن تكون السبب والنتيجة أو الأثر الظاهر عنه ما في أي نوع من الفهم للميكانيزم اللي لحنا عايشين فيه بهذا الكون المادي فالخرافات بتنتشر بسهولة والناس بتبلش تقامن بشغلات يعني مثل ما حكيت أنا وياك أبو الحكم بالحلقة الماضية إنه تخيل شخص توفى لإله أحد أقرباءه وبالليل شاف قريبه هاد بالحلم وضل على فترة من الزمن هو عم يشوف قريبه هاد بالحلم وعم يحكوا وعم يروح معه ويجي وحيشوفه يمكن بمدينة أو بمكان غير المكان اللي هنا عايشين فيه بمرج أخضر أو إلى آخره فالتفسير اللي ممكن أنت تقنع هيدا الإنسان في إنه هادا قريبك رجعت روحه أو الأشياء هي وروحه التقيت مع روحك وأنتو طلعته الأمور بتبلش أو يتواصل أو تحكي أو تسمع مثلا تكون عم تفكر وزعلان بأحد الأشخاص الأموات وتتخيل عن يحكي معك أو تسمعه يعني وممكن توصل لمراحل فعلا الهلاوة السمعية والبصرية وممكن من قبل ما توصل لأيدي المراحل فهيدي الفينوميناز أو هيدي الظواهر اللي ما في إلى أي تفسير مقنع للناس أسهل التفسيرات الميتافيزيقية اللي بلشت يعني تستشري والميتافيزيقة بلشت تستشري أكتر وأكتر وأكتر مع زيادة المدن ما في داعي نستفيد كثير بهذا الاستطراض لدرجة فينا نشوف يعني بأيام أفلاطون مثلا كانت الميتافيزيقة مسيطرة بالكامل وما الحياة المادية اللي نحن عايشين إلا تجليات لعالم متافيزيقي ففينا نفهم من هذه الحالة أن البشر عندهم هذا النوع من الخلق ما بين الأمور المختلفة ما عنده أي أساس لحتى يبني لك عليه بعض الأفكار فالشامانات اللي أنا برأي أو القادة الدينيين أو الكهنة اللي أنا برأي كانوا من بداياتهم من أيام الحضارة السومرية والأيام الحضارة الفرعونية كان في عندهم شيء من العلوم اللي هنن كانوا يستغلوها بحجبة عن الناس لحتى يستعملوها مثلا صار فيه كسوف أو خسوف أو هيدي الظواهر الطبيعية أو في مطر بدأتنزل أو هيدي الحالات أو فيضان للنهر أو انسحاب الفيضان أو 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 هيدي الظواهر ليه ظواهر طبيعية إذا هنن كان بإمكانهم الشامانات والكهنة يحجبوا المعلومة إنه هيدي ظاهرة فقلا طبيعية لأنه بده يستغلها بمعنى مثلا الملك زعلان أو الملك عمل انتصار بحرب معين أو الملك صار معه شيء معين فصار خسوف أو كسوف أو إلى آخرين يربطوا الأمور بهذه الطريقة مع الوقت اتطورت لأنه ببعض الثقافات صار فيه عندي كائنات أخرى عايشة مثلنا لكن اللي احنا ما منشوفهم بالثقافة العربية بنسميهم الجن بالثقافات التانية لهم مسميات وأشكال مختلفة وحتى هون بسكندنافيا نفسها عندهم كان بتوراثهم هذه الثقافة من كائنات أخرى ولليوم بيعملون تماثيل وبيحطوه عند أبواب البيوت لكن بستايل أو بتفصيل مختلف عن النمط اللي احنا بنعرفه بالجن والمس هلأ مثل ما ذكرت روبي ومثل ما ذكر أحمد قبلي أنه موضوع أنه لازم تكون أنت مقتنع أو الشيء بهذه الحالة اللي انت فيت فيها يعني إذا أنت مش مقتنع بأنه هذا الشخص إكس من الناس رجل الدين هادوه فعلا لح ينجيك أو لح يرقيك من هي أو لح تستفيد على وجودك عنده فالموضوع يعني ما لح يجيب معك ولا أي نتيجة بغض النظر مين هو رجل الدين هادوه لأي طائفة ينتمي الحل الوحيد لحتى يجيب معك نتيجة أنك أنت تكون مقتنع أنه أنا الحل تبعي بإيد أبو الحكم مثلا فأنا إذا مقتنع بقدرة العجائبية الموجودة عند أبو الحكم فمن قبل ما إجي لعنده أنا أريدي مهيأ نفسيا لأنه هيدا الشخص لا حيعطيني الحل أو لا حيعالجني أو لا حيحللي المشكلة اللي عندي whatever it is وأيام كتير بالمناسبة ما بيكون في مشكلة عمليا يعني بيكون طفل مثلا عنده شوي قصور بالنمو ما له ماشي بنفس مستوى النمو اللي عند أصدقائه طفل عنده في حدا بس عم يعمل الصوت واضح واضح أو مثلا إذا عندي طفل عنده ADHD أو هيدا الحالات الغريبة اللي ما كان إلا معروفة أو طبعا الصرع هيدا الحالات اللي هي مش معروفة أبدا وقت أنت بتكون مقتنع بالقدرة السحرية عند هيدا الشخص اللي حيعمل عليك تأثير سيكولوجي متل ما كان أحمد اللي عم يحكي يعني وقت كان أحمد عم يحكي وأنا عم بتخيل هيدا الحالة اللي منشوفها كمان بفيديوهات كتير وقت بتحطه للشخص بهيدا اللي بيشعلوها والإضاءة والستايل تبعه وبيبلش بيعمل له هيدا الرتم والتكرار لبعض الآيات والتمائم وممكن يحكي له شغلات غريبة وبشعلوا نار بشعلوا بخور بحسب كل كل ثقافة لكن بيحطك بجو هذا الجو إذا أنت مقتنع بالشي اللي عم يصير قدامك فأنت فألا بحالة نفسية مرعبة يعني كل واحد فينا بيحط حاله بموقف هذا الرجل البسيط اللي قاعد قدام هذا الشخص ويحطوا بهذه الحالة السيكولوجية الرهيبة كثير من يعني أنا برجع ب دائما بكرر للأصدقاء وأتبحكي بمواضيع السيكولوجي أنه العلاج الدوائي هو خط دفاع تاني أبدا ما بيكون خط دفاع أول بأي اضطراب من الاضطرابات السيكولوجية إلا بعض الحالات اللي هي فعلا أمراض جينية وبتكون حالات وصلانة لمستوى عالي لكن أنت لازم إذا عندك أي اضطراب نفسي تروح لعند المعالج يجرب معك لفترة المدارس المختلفة سي بي تي دي بي تي أي نوع من مدارسهم وما يتفرع عنهم من أنماط ومن تمازجات وأمور كتير معقدة وطويلة مدارس مختلفة كل هاته بتحاول تلعب على أنت كيف نظرتك للواقع أنت كيف دماغك عما يفهم الأمور وكيف دماغك بده يتعاطى معك وقت اللي هاي دي الحالات بتكون أو وقت الحالة بتكون فعلا أوفر وما حسن المعالج يشغل لك أو يلعب لك بنشاط الكهربائي اللي بدماغك بما يستفيد معه فبتبلش بتروح للأدوية وإذا ما نجحت الأدوية فما نروح لأمور تانية صدمات كهربائية وغيرة فالعلاجات مثل ما ذكرت روبي قبل شوي أنه الدماغ هو اللي بيأثر عليك على آليتك بالتفكير على نمط جسمك يعني أنت بتحس حالك ممكن ارتحت بعدين أو ما ارتحت أو أنت تدايقت كل هاتنا بيمرأ علينا حالات أنه بتشوف شخص مثلا وهيدا الشخص ما ارتحت له أو هيدا الشخص كل ما بتواجد معه فأنا بكون متدايق أو بشعر صدري آمطني أو إلى آخره هيدا كلها يأتي إلى تفسيرات سيكولوجية وإنفلوشيناري حتى يعني تفسيرات تطورية وإذا مننظر للطريقة اللي بيشتغل فيها دماغنا مش بس الكونفرميشن بايز اللي حكيت عنها روبي في كتير بايز بدماغنا كل وحدة فيهم إلى سبب بالمناسبة يعني هي مش موجودة بدماغنا لأنه لحنا أغبياء لا هي موجودة بدماغنا لأنه كان إلى فائدة تطورية أثناء مسيرة تطور جنسنا البشري وحتى في كتير مننا مشترك مع الماملز أو مع الثديات والرئيسيات العليا غيرها وهيدا موضوع كتير يعني انتريستنج أنه كيف نحنا نشوف ليش هيدا التحييزات الموجودة عنا ليش دماغنا عم يتصرف بهيدا الطريقة دماغنا أصدقائي يعني كتير عنده تحييزات كتير بيشتغل لوحده 90% من نشاط الدماغي القائم داخل جمجمة كل واحد فينا يتم في اللاوعي لحنا مش عارفين عنه ولا شيء ولا حتى مدركين لوجوده الوعي تابعنا يعني يقوم في قشرة دماغية فقط سماكتها واحد ميلي متر وقت اللي لحنا منحس بأي قرار بدنا نعمله أو أي شعور اللي احنا بدنا نساوي أو أي شيء بدنا نتخله هيدا عبارة عن اللحظة اللي لا واعي تابعنا فيها عطى الأمر للقسم الواعي فلحنا منحس أنه أنا قررت بوعي أني أعمل هيدا الموضوع فإذا مننظر بنظرة تطورية فينا نفهم ليش نحنا عنا تحييزات كتير بدماغنا ليش نحنا منجنح للتعميمات ليش نحنا منحاول نلاقي أقصر الحلول لبعض الأمور ليش منرتاح ببعض التفسيرات اللي هي ما قلها تفسيرات ليش لحنا ما قلها تفسيرات منطقية لكن اللي احنا منحس بأنه لحنا أريح إذا منتبع هيدا الحالات كلها كانت مفيدة لأسلافنا بالسابق لأنه سابقا إذا لحنا بدنا نعطي الوقت للوعي تابعنا لحتى يقرر بكل تفصيل وبكل أمر من الأمور اللي احنا بنشتغل فيها يكون هو عم يشتغل بكل عقلانية خليني سمي بين قوصين يعطي الوعي يعمل المحاكمة المطلوبة منه هدول الأشخاص اللي كانوا منطقيين ما تركوا يعني راهنوا بمنطقيتهم هي على حياتهم فعلى الأغلب الوقت هيدا اللي انت عم تعمل فيه محاكمات بيكون إذا فيه مفترس معين فهو افترسك إذا فيه خطر معين فهيدا خطر أصابك الأشخاص اللي اتبعوا اللاوعي تابعوا انتبعوا مثل الغرائز اللي عندهم أو دماغ الزواحف اللي عندهم الحالة العفوية أو الفطرية كما تسمى هدول الأشخاص اللي حسنوا يتركوا أوف سبرينج أكتر بالجين بول لكن مثلا مستحيل تلاقي حدا غير مسلم لكن تمت الرقية الشرعية عليه بنجاح لنفس الحالة المرضية المدعات أو لنفس المشكلة المدعات وبنفس الوقت من المستحيل أنك تلاقي حدا غير أرثوذوكسي لكن الكاهن الأرثوذوكسي حسن يعمل له رقية أو يطالع منه التلقص أو من هيدا الجن لازم تكون أنت مقتنع بالمية مية بي الحالة اللي أنت بدأك تفوت فيها بالخزعبلات اللي عما تنقال عليك لحتى تبلش تعطيك تأثير وإلا فهيدا العمل هي يعني بلا أي فائدة وهذا على عكس العلوم أو على عكس المذاهب العلمية اللي هي بتشتغل معك وقت اللي أنت بتاخد دوا مضاد اكتئاب وقت اللي أنت بتاخد دوا مضاد للذهان لحيأثر فيك بغض النظر إذا أنت كنت مقتنع بالدوا أو لا إذا أنت كنت بوذي أو مسلم أو مسيحي أو أي دين من الأديان لأنهم في تأثير فعلا فيزيكال عما يصير بالجسم هيدا الفرق بين الحالتين وبطبيعة الحال يعني وقت بيكون في حالة سيفير أو ققت بيكون في حالة جدية أكيد هيدا اللي عم يعمل الرقم ملاح يحسن يعالجها فعليا يمكن يصير عندي حالة أثرية ظاهراتية في نومنولوجي بحالة ظاهراتية هو حس بحاله فيه تحسن لكنه عمليا ما عمل معالجة للقصة وأنا أكتر شي بصراحة يعني بخلال سنة 2018 اللي كنت عم بعمل فيها يعني سخرت معظمة للسيكولوجي وكتير حكيت مع ناس يعني بأمور عندهم مشاكل نفسية وكذا كتير حكيت مع ناس أكتر حالات اللي كانت تكون عصيبة عليه بصراحة هي حالات اللي بيكون فيها أشخاص مؤمنين بأمور السحر والشعوذة والدجل والجن وكذا ويجي حدا عم يتصل فيني ويقول لي أخي عمره 16 سنة ومؤمن بكل هاي الأمور والزلمة رايح سكيتسوفرينية يعني صار عنده في صام صار عم يصير معه هالوسات عم جادة عم يصير معه كذا ويقول لك شو بدي أعمل معه يعني ويكون مثلا عم يحكي معي بحالة إنه هيدا الشخص بآخر سنوات كلما عم يتغمق بهذه الأمور وخاصة إذا كانوا من المراهقين أو الأطفال بالمناسبة هذه الحالة كلما أنت أسستها بالشخص من طفولته فهي بتأثر فيه يعني أما وقت بتبلش تعلموا إياها بالكبر خلاص It's over. It's too late. فهون أنا هيدا الشي اللي بيزعجني أكتر شي ويكون فعلا أصعب الحالات اللي بيستشيروني فيها ويكونوا أطفال أو مراهقين وعندهم هيدا الإيمانيات وبنفس الوقت هيدا الإيمانيات لأن هذه الإيمانيات نفسها بتوصلك لحالات نفسية عمليا يعني وإذا أنت مقتنع بأنك عندك مثلا كائنات تانية عايشة معك بنفس البيت بس أنت ما بتشوفها وإن موجودين معك وإذا دخلت على البيت تحكي معهم وإذا عم تكب ما يصخن فأنت لازم تحكي لهم وتخليهم يبعدوا وإذا عملت شاور بالليل فهن يمكن يتأذوا ويمكن يأذوك وهكذا وإذا أنت عايش بهذه الحالة مقتنع فيها منذ الطفولة مشان هيك عم قول كلمة زاد الأقتناع بتوصل لمرحلة خلص سيدي الحقائق يعني أصبحت حقائق مثل ما مرة قال بيرتن أندراسل أنه الحقائق اللي اللي إحنا منعتمدها حقائق تدق في أذهاننا بالتكرار فقط يعني كلمة اللي إحنا كررت على مسامع الأشخاص أشياء معينة وهذا الشيء اللي بنجح الإعلان مثلا يعني الإعلانات عم تنجح لأنه هي عم تأثر بوعي الناس ببساطة بالتكرار وأنت عم تظل تشوف كوكاكولا 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 فأنت حتفوت على الماركت وحتشتري الكوكاكولا باللاوعي تبعك لأنه برجعوا بقول اللاوعي تبعك هو عطى الأمر للوعي تبعك موضوع ما بدي استفيد فيه كتير لكن الفكرة أنه كل ما كان الطفل بعده عم يتعلم وخاصة إذا إجيتوا هذه الانفورميشن من أبوه من أمه من أشخاص أنه مصدر ثقة لهذا الطفل يعني رجل الدين اللي عم يعلمه وأستاذه ووالده ووالده وإلى آخره الأشخاص لينه مصدر معلوماته عم يعلموا الأمور الحياتية اليومية كيف لازم يعيش بالمجتمع وكيف لازم يدير باله على حياته لكن بنفس الوقت عم يزرعوا له هذه الأمور الأخرى فهو بالنسبة لإله ما عد يحسن يميز ما بين الحقيقة والكذب يعني بالنسبة لإله مثل ما أهلي علموني أنه هذا الشيء اسمه كذا وهذا الشيء موجود بس أنا مش شايفه لحسدقهم بالاتنين مثل ما صدقتهم بأول واحدة فهي ناس صادقين بالتاني وأكيد بابا وماما ما لح يضروني فبتلمى القصة عندك وكل ما زاد تكرارها براسك وكل ما عم تسمع قصص أكتر عن هذه المواضيع بتوصل لمرحلة فقلا أنه دماغك بيخدعك أنه أنت عم تعيش هذه الحالة لأنه خلص بالنسبة لإلك صالة حقيقية مشانا كتير من شوف عند الراهبات مثلا والرهبان المسيحيين وخاصة المنعزلين في يعني شبتسموه هذه الكنائس الصغيرة اللي بتكون بعيدة عن المدن اللي بيعدوا فيها ليتعبدوا لحتى يعني نوع من أنه ينعزلوا عن العالم بتلاقي خلص هيدا الشخص صار عنكم للموان 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 يقولون يعتزلون تماما أتظر قلتك اسمهم للموان آه الدير بالفرنسية فبتلاقي يعني مثل دول الأشخاص ليش أنا أطيت هيدا المثال بالضبط لأن هذا الشخص اليوم مبعد كتير عن الحياة المدنية وعن التعاملات الحياتية اللي اللي احنا عايشينا اليوم زل ما قاعد فاضي عما يكرر نفس الأمور ونفس الشغلات أكيد مع الوقت دماغه حيبلش يخدع ويبلش يعيشه حالات كتير أدمغتنا بتخدعنا دايما وقت منقرأ رواية ومنبلش منتفاعل مع أحداثها ومنبكي لأنه الشخصية اللي مأثرة فينا بالرواية صار معه حادث أو منضحك ومنبسط لأنه صار معه شيء إيجابي أول عكس تماما بنتبه لأنه دماغنا يسرق ونحن نتعاطف معه ليش المخرج يخيي وصلك للألف الكريحة دماغك خلص بيسيطر عليك وبيحسسك يعني بعض الكتاب الجيدين بتقرأ الرواية وبعدها ممكن يعني فعلا تكتئب لمدة أسبوعين إذا كان فعلا الرواية فيها عمق فيها شيء حزين فيها كذا أنا أصير معي هذه الحالات دماغي بيخدعني الدماغي بيخدع كتير والناس اللي عنده أطرابات نفسية حقيقية أساس الجيني فكمان نفس الحالة دماغه عم يخدعه والمشكلة إنه وقت اللي الدماغ عم يخدعك بهذه الحالات أنت ما بإمكانك تميز وأنا ما بإمكاني ميز يعني أنا إذا هلا عم بسمع صوت شخص ثالث غيري أنا وأبو الحكم معنا بالبيت بالنسبة لألي ما لح أحسن ميز عمليا إذا هذا الشخص فقلا موجود وقاعد على يساري بس أنا مش شايفه أو إلا هاي هو خداع بس من دماغي إحنا منسمع ومنشوفه ومنحس فقط بواسطة الدماغ باقي لتجهيزات هاي دي كلا ياتا بس يعني سنسورات العين لحتى تلقط الصورة وتوصلها للدماغ اللي أدن نفس الشي لتلقط الإهتزازات الصوتية وهكذا التفسير كله عم يصير بالدماغ فمنشان هيك بتشوف شغلات ما لها موجودة وبتحس شغلات ما لها موجودة وبتسمع شغلات ما لها موجودة بس أنت بالنسبة لك موجودة فهيدي الأمور اللي إحنا ما بلشنا نعرفها يعني قبل مئة سنة ما كان حدا لحيحسني إلاك هذا الكلام أو يحكي بهذا الكلام اللي إحنا اللي عم نحكي سو إحنا مهمتنا يعني نحاول نوصل هذه القصة للناس أكتر لحتى يبلشوا يطلعوا يعني بأوروبا نفسها يعني الناس الجيل اللي قبل الأجيال الموجودة اليوم كان يؤمن بهيدي القصص وكان يخجل يروحنا عن طبيب نفسي وهذه الحالات لكن اليوم بلشت الأمور تتطور ولحنا لازم يعني نحاول نساعد مجتمعاتنا بأنهم يفهموا أنه لا هذه الأمور إلى أسس علمية مش أمور مثل ما أنتم فكرين متوقع أنا حكيت كتير سحر أبر الحاكم تفضل عفوا سحر كاتبة بالشات قال الرقية اللي بجد واحد يشوف ويسمع ديفيد يعني غزل شكرا سحر أنا موافق معك وأختلف عندما قلت بأن يعني عندما الشاب في المدرسة أو في المنزل أو في الشارع يتعلم هذه الأشياء ويحطها في رأسه فقلت لا 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 أنا قلت واتب يعني إذا أنت زرعت هذه الأفكار بدماغ طفل صغير تأسس فيها مع عائلته وكبر على الموضوع بمجتمعه فبتنزرع في رأسه أما إذا شخص بلشت تتعلم هذه الأمور يعني إذا أنا هلأ بدي يجي لعندي واحد مسيحي ويععد يعلمني أنه في أو يجي لعندي السكندنافيين اللي هلأ معت في حدا منهم مقتنعين ببعض الجن اللي اسمه طومتوم واللي بيتواجد ببعض البساتين وراء البيوت وإلى آخره يعني لحتى يقنعني بوجوده هذا أصدعي عمليا الموضوع على الملاحظة فقط بعض الأطباء عندما لن يكتشفون مرض يقولون لشخص المرأة أو الرجل أذهب عند الراقي يحتمل هو يعالجك يعني هذا شيء هذا غير مقبول يعني هذا ما اسمه طبيب هذا الشخص يعني لازم أنا برأيي لازم تنسحب شهادة هيك إنسان يعني إذا بالحق للطبي ما لازم يكون مقبول هيك كلام أبدا يعني مثل إذا شخص رايحنا عنده أنت عندك سرطان ويقال لك روح لعندي اللي بيعمل علاج بديل ويجيب لك حمامة والحمامة ما بعرف تأكل شيء من شعرك وهذه الخزعبالات يعني أكيد مو مقبول من أي طبيب يعمل هذا الكلام طبعا لا بدولة من الدول المتقدمة هيك طبيب فيك تشتكى عليه ببساطة وبتعمل له مشكلة أكيد جيدة أنا أريد تضيف نقطة تفضل يا أخي أنا لما تكلمت عن الرقية الشرعية وخلطت بالجن أنا شايف أنهم ما ينقص يعني مستحيل أنك تعزلهم عن بعض لأن الرقية الشرعية هو جزء المقدس في الموضوع يعني الجزء الرسمي اللي يسمح فيه الإسلام رقية شرعية قرآن ومعرف إيش هي نفس الطريقة ولكن بطريقة خزعبلية أخرى يعني هي تشبه نفس اللي يعملها بالكنيسة اللي يعملها عن طريق الأرواح اللي يعملها عن طريق القرآن كل شيخ له طريقته مثل ما يقول كل واحد يستعمل الطريقة اللي يشوفها مناسبة لطرد هذه الأرواح الأرواح اللي ما موجودة إلا في دماغهم والنقطة الأخرى يعني حبيت أعلق عليها وصديق إبراهيم كتب عليها كتب أغلبية زوار الراقي نساء لأنهم مكبوتات وعايزين يمارسوا الجنس هذا الكلام أنا يعني شايفي كتير من الصحة وردت أتكلم عنه أنه المرأة لما تروح وحكيت عنها بالبداية لكن ما وضحت يعني لما المرأة تروح وتعمل معها حركات جنسية يعني هي المرأة غبية لهذه الدرجة مش عارفة الرجل عم يمارس مع الجنس بصورة غير مباشرة يعني عم يلمس جسمها ويحط رجليها بين جسمه ويلعب بكل أعضاء جسمها على أساس يخرج الروح هي يعني غبية هو مش غبي يعني ممارسة جنسية كاملة ولكن فقط يختلف أنه أنه ما يصير الإلاج فقط يعني هو هذا الفرق يعني هو يعرف أنه ماذا يفعل وهي تعرف ماذا تفعل ولا هو زعلان ولا هي زعلانة واللي بعدها يجو يعملوا نفس العملية واللي قبله عملوا نفس العملية ويمافقة وهو عاجب وشيء ويعتبر نفسه شيخ ويعمل رقية شرعية لا والمصيبة أنه يقرأ آيات كمان يعمل الحركات ويقرأ آيات وصلنا إلى مهزة المهازل في هذه الأشياء أبا الحاكم أبا الحاكم عن طريق عن طريق يتكلم الشيخ عن طريق الفضائيات يتكلم مع الجن وهي بدولة وهو بدولة يحكي مع الجن ويطلع الجن يعني أنا عاوز أفهم يعني اللاسلكي يطلع الجن عن طريق اللاسلكي ولا إيش يعني الواي فاي صراحة أبا الحاكم عن الموضوع الذي اترقت إليه الآن ألا تظن أن هذه المرأة التي تذهب ويمارس الجنس عنها أليس بإرادتها وهي التي تفتش على ممارسة الجنس بطريقة سهلة آه طبعا بس هذه الطريقة ما تشبع الرغبات حقيقية ولكن مثل ما يقول تصبيرها نحن نقول عليها تصبيرها يعني يعني شرعية يعني سكس شرعي نعم صدقني صدقني هذا ممكن يكون في نسبة بالحالة التي تذكرها لكن صدقني أكيد في نسبة من الناس فعلا هي من المرحلة من الجهل وقلة الوعي وقلة يعني الإدراك أو المحاكمات العقلية التي لديها بسيطة جدا لدرجة أن هذه المحاكمة التي تذكرها لا تفكر برأسها بهذا الشكل وقتها تنحط بموقف أنه شاهد الحالة النفسية التي تنعمل على الناس بهذه الحالة هذا الرجل الدين هذا زلمة يعني شو يسمى له مسميات هذا الشخص اللي يعني واصل وشخص أقرب إلى الله وعن يحكي لك يتواصل مع الله والجن والملائكة وشغلات هذا الشخص عنده باورز زيادة عنك هذا الشخص مين أنت مقابل هذا الإنسان بالأكس يعني إذا لمسك فلازم تكوني فرحاني لا مو موضوع جنسي يعني مشكلة مو هن دايفيد المشكلة أنه هي بتتأوه بعض الفيديوهات تتلاقيها تتأوه يعني من فعلها جنسيا يعني لا فرقة مع شو عندها يمكن هي أصلا راغبة بالجنس مثل ما قلنا وعاوزها تروح عنده يعني عارفة نصاب لكن هي ترضي بعض من رغبات جنسية بصورة شرعية مثل ما يقول يعني لاب أنت ليس زعظة أنا ما أعزة يا رد يا رد يا رد أصير شيء أتخصف في هذه الأمور يعني روبي لديك ملاحظة لديك ملاحظة عندي ملاحظة ملاحظات ملاحظات نعم ذكر العزيز دايفيد عن الأطفال وكيف أنه يتم يعني برمجتهم من الصغر مشكلة الأطفال عزيزي جيله أن الفصل الجبهي اللي تكلمنا عنه عندهم لم يتطور بعد يعني في حال التطور لم يتطور بعد ولذلك فهم ليس لديهم القدرات للشغلات الاجتماعية للشغلات الاحتمالات والتفكير المنطقي ليس لديهم ولذلك فالدامج الخطور عليهم يكون أكبر فهذه من ناحية الأطفال بعدين تكلمنا احنا عن الوهم احنا تكلمنا عن الوهم الشخصي الذاتي هناك ايضا وهم جماعي وهناك وهم ثنائي يعني وهنا يكون أحد الأشخاص هو المعطي لهذا الوهم والثاني هو المستقبل وعادة الأطفال يكونون هم المستقبل والآباء هم المعطي ففي هالحالة ايضا يكون الوهم جماعي بين اثنين ويكون جدا خطير لأن الشخص اللي أكبر يكون شخصية هو يعتمد عليها فتظل هذه الأفكار برأسه بشكل أكبر حتى لما يكبر من الصعوبة جدا أن يتخلى عنها إلا إذا بذل جهد وفهم عقلية ونفسية نفسه هذه بالنسبة للوهم بعدين كيف ليش يتكون عندنا الوهم لأن نحن عندنا كما ذكرت هو فيه واحد اسمه لازلو حق الاحتياجات البشرية أو النفسية للبشر قسمها إلى الأساسية اللي هي الحزن السعادة الطريقة يعني التوازن لما نقف وهذه الأشياء البسيطة واللي جات بعدين المجموعة الثانية هي الأخطر اللي هي السلامة والحب والثقة بالنفس والإدراك الذات وأيضا فيها منها الإحساس بأن أنا لست أنا كجسد ولكن هناك الشخص دقي ولذلك هذا الاحساس اللي نحسه وهذا احنا كنفس مع نفسك كأن كأنت لست جسدك ولكن هناك شيء ثاني اللي ديانات تسميها روح بس احنا نعطي الأشياء اللي ما فيها روح بعد نعطيها حياة ونعطيها روح مثلا عندك طفل عنده لعبة مفضلة إذا تعطي لعبة ثانية بالضبط مثل هذه وأحلى وجديدة ما يقبلها يبي لعبتها القديمة ليش لأنه صار ارتباط مع هذه اللعبة فهذه تأتي أساسا من حاجة رئيسية أيضا نفسية هي حاجة للسيطرة حاجة السيطرة مش سيطرة على الآخرين السيطرة على البيئة أنا أريد أن أسيطر على بيئتي أنا أريد أن أفهم كل شيء اللي يحيط فيلي ويكون عندي القدرة أني أسيطر عليها وهذا كمان تدخل فيها نوع ثاني يعني قلت لك تعقيداتها كثير تدخل معها الإيغو اللي هي الغرور الغرور الإنساني أو الذاتية فالشخص دائما إذا أراد أن يسيطر على وضعه ولم يستطيع لأن الحالة اللي هو يحس بها تتصادم مع كل المحاولات الثانية اللي هو قاعد يحاولها هنا تصبح عنده يعني يريد أن يلتج فيه كمان عندنا حاجة للبليذين أو الاعتقاد بما هو متافيزيقي مثل ما ذكر الحبيب ديفيد فهذا المتافيزيقي هو ينشلنا من هذه المشكلة فأنت تحتاج لقوة أكبر من قوتك وتكون متطملة يعني أنت أصلا تؤمن فيه ومتطملة فتترك وتتوكل عليه هذا الشخص ممكن يجي عن طريق الشخص بنفسه مثل ما قلنا يروح لكأث ويتعبد بنفسه ويشعر أنه باتصاله بهذه القوة اكتسب قوة وأحيانا يصبح يعني مغرور بنفسه يحس أنه هو لديه قدرات بسبب هذا الاتصال أو أنه يروح لشخص عنده قوة لشخص ملة ونغر فهو اللي يعطي هذه القوة أو ينتشل هذه المشكلة منه فهذه بالنسبة للوهم وكيف يشتغل بعدين في عندنا كمان شيء بالدماغ آلية بالدماغ هي للعقاب والثواب إذا عملنا شيء زين فنحن نفرز إنزيمات تشعرنا بالفرح وإذا عملنا خطأ يصير معنا تأديب ضمير هذه أيضا الآلية للعقاب والثواب أيضا إحنا ممكن الأشياء العاطفية اللي تأثر على اللي ذكرتها من قبل وبعدين اللي إحنا نمنطقها مثلا على سبيل المثال الأشياء اللي دائما يمنطقونها لما يقول لك هل رأيت الله يقول كيف عرفت الله عرفت الله بالعقل طيب هل ظهر لك لا هل رأيته هل قشته لا طيب كيف تعرف هو واجب الوجود هو من لا تراه عين ولا تعقله طيب كيف عرفت بس هذا هو المنطق اللي حطه عشان يرضي نفسه ويرضي غروره ويحس أنه هو مسيطر على الوضع بدال ما يقعد يفكر لا هذا كلامه صح وممكن يكون مو صحيح ممكن يكون شيء ثاني ما يفكر فهذه هذي أشياء فينا بالنسبة لل بكر وكمان العصر العباسي قالوا أنه كان في العصر العباسي موجودة هذه الأوهام للي ما يعرف فيه كتاب جدا جميل اسمه مصباح على الدين يقول لك كيف بدأ العلم عند العرب الفلكيين مثلا ما كانوا مثل الفلكيين ومعرفهم الحين بدأوا منجمين بدأوا منجمين السلاطين هم كانوا السلاطين جابوهم وقربوهم منهم علشان يقرؤون لهم النجوم وهم يقرؤون النجوم اكتشفوا أشياء يعني الحين مثلا لحد الآن مثلا علم هي مش علم بس علم التنجيم موجود الشي سمونا الحضوض اللي تقراها بالتنجيم لحد الآن متعلمين الصبح يقوم ويقرأ أو يقول أنا من برج الجدي أو يقول أنا من برج المشارفة ايش هذه ما لها دخل ما لها دخل ولا لها علاقة يعني لو تفكر فيها منطقيا وقت الولادة وقت الولادة كيف تؤثر على برجك مثلا يمكن أنت ولدت سبعة شهر ما تفكر فيها يعني لو بنفكر فيها وقت الجسم يكون وقت الكونسبشن اللي حصل الحمل هو الأقرب لأنه يكون يؤثر عليه معنى هذا لا يوجد يعني تأثير عليه لا يوجد أي قياس ولا أي شي وليس علم أصلا لكنه دخل في السودو ساينس أو العلم المزيف وهذا وكمان أعتقد اتكلم ديفيد على أنه ممكن العلاج أو حتى أعتقد كريم قال ممكن العلاج ينفع لفترة هذا أيضا له مسمى وهو يعطيك مثلا إذا أنت مرضك نفسي وليس جسدي أو هو وهم يعني بسيط مش يوصل بصورة كبيرة إلى مرضي بس شيء بسيط مثلا أعراض عوار راس أو هلأ أشياء دائما يصير فيك فأنت يعطيك قطعة سكر ويقول هذا رح يطيب لك راسك أنت تاخذ قطعة السكر ومدام أنت تعتقد أنه طيبك هو رح يطيبك وهذا يسمون بلاسيبو يعني بعدين شغلة ثانية هذه أحاول أخلي مختصرة نحن نرى أيضا بالأشياء أشكال يعني وذاكرتنا ليست قوية ما في حد عندنا ذاكرتة قوية الذاكرة مثلها مثل أي خلايا الجسم تموت وتحية يعني جديد تتجدد فالذاكرة لا تبقى إلا إذا كانت متصلة في حالة نفسية وهذه الحالة النفسية حتى تعطيك الإطار للشغ الحادث لكن الدماغ له قدرة عجيبة أنها تخلق التفاصيل كلها تكون مخلوقة يعني لو تأخذ واحد من زمان وتخلي يكتب بالضبط شنو حصل بالحادثة وبعد عشر سنين تخلي يكتب مرة ثانية راح تشوف إنه كإطار هو الحدث موجود لكن الديتيل تغيرت من واحد إلى الثاني ولذلك النظر مثلا أيضا النظر لا يقول في كلمة حلوة قالها ستيفن ستيفن نوفيلا قال إنه هل نحن نصدق ما نراه أم نرى ما نصدق فالعين يكون خادع السمع يكون خادع حتى اللمس حتى الدوق ممكن يكون خادع ليش لأن فلنتصور إذا تذكرون فيه ساعات بالكمبيوتر تشوف مثلا يعطونك صورة وفيها مثل آيس مثل رمل أو صورة تكون موجودة ويقول لك مثلا ماذا تجد في هذه الصورة أنت طالع الصورة ما قاعد تشوف فيها شي قاعد تشوف كلها يعني أشياء غير مفهومة تركز تركز بعدين تشوف فيها صورة حصان أنت مخك اللي عمل صورة الحصان لأنك شفت فعملك هذا في دماغك نفس الشيء هذا هو أساس الوهم يعني أنت إذا كان الخوف أو الإيمان بوجود الشيء السادة إذا الخوف أصلا موجود فأنت دماغك يعمل التفاصيل لهذه الأشياء شعر بيت شعر مثلا لأقول أشياء ثانية الشعر الشعر لما يكتب الشعر هو يوصف حالته بس يطلع للنشر ويوصل لك هو ما يكون للشعر أنت تعمل رابط مع هذا مع هذا الشعر وتفهمه بطريقتك فجميع حاسيسنا وإدراكاتنا خادعة ولذلك هل الجماعة مثلا اللي ذكرهم أخينا حبيب ديفيد اللي كانوا بتدير يشوفون مثلا كجماعة يشوفون شيء معين مو موجود نفس الشيء يشوفون ممكن هل يرون يعني يعني مش كذابين في أعتقد مرة كان في أمريكا الجنوبية بالمئات كانوا طالعين يحجون طالعين بالمئات ناس قالوا كلهم إنهم شافوا مريم العذرة تبكي شافوا دموعها وقالوا تبكي دم فهل هم يكذبون كذا واحد يكذب هناك أيضا شيء آخر اسمه يحاء فأنت بالتأكيد ترى ما تعتقد فيه وهذا عندي الحين وشكرا لك جيلو شكرا جزيلا حرقان تريد أن تعلق لا ما فيش والله حاجة أقدر أضفها على الكلام اللي قالوا ديفيد والكلام اللي قالوا بس بخصوص الأبراج يعني ممكن أقول أن حاجة أنا بستغرب جدا من الناس اللي هي ثابت الأديان والخرافات بتاعتها لكن لسه بتعتقد في الأبراج أنا مندهش يعني مندهش يعني دي خرافة واضحة جدا هي خرافة و يعني زي ما قالت رباب يعني يعني علاقة موضو الإنسان بالنجوم أو يعني أنا أنا برضو مش فاهم يعني فيه وسائخ ريتشارد دوكنز عن الموضوع هذا أوكي أنا نبيل أظن أن نبيل كان هنا وذهب نبيل مساء الخير نعم صديقي الصوت مسموع فضل يا أخي إذن أنا سنتكلم على المسائل الرقية من المنظور الإسلامي وكيف الإنسان يعتقد أن هذه مسألة شرعية طبعا لأن هي في الحقيقة الجن في معتقد المسلم هي حقيقة لأن من أسس العقيدة الإسلامية عند المسلم هي الإيمان بالغيب والأدلة في هذا يعني كثيرة منها في صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنهم ينفقون يعني هذه مسألة حتمية يجب يجب على المسلم أن يؤمن بأن الجن موجود وإذا آمن المؤمن بأن الجن موجود فيجب عليه هو يعني هو مسلم ويعتقد هذه الأشياء فيجب عليه أن يصدق كل الأحاديث والآيات التي تدل على هذا مسألة يعني محتومة والمؤمن دائما عنده يعني سند وعنده يعني مرجعية وهو القرآن المرجع الأول هو القرآن والقرآن يقول في يعني التتبيت أو إتبات هذا الأمر الذي هو الجن يقول القرآن واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إذن الجن يستمع القرآن يعني هذا دليل على أن الدين موجود على أن الجن موجود في الدين إذن ويقول القرآن أيضا يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويقول أيضا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان ويقول أيضا قل أوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب ويقول أيضا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رعاق إذن المؤمن دائما عنده هذه المسألة أنه يؤمن بالجن ويؤمن بالغيبيات إذن لا بد له وإذا آمن بالجن هناك أحاديث وآيات تدل على أن الجن يدخل في الإنسان ولو أن هناك أقوال بعد العلماء أن الجن لا يدخل في الإنسان هناك مس فقط ولكن هناك طائفة من العلماء يقولون بأن الجن يدخل في الإنسان كما هو الحديث الذي قاله محمد إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إذن هذا دليل على أن الجن يدخل في ابن آدم والمسألة التي ذكرها الإخوة على أن كل الديانات أو على رأسها مثلا الديانة النصرانية تعتقد بأن الجن مثلا موجود وهم يعني يستخرجونه بطقوسهم وأقوالهم المأتورة في هذا الأمر إذن لماذا الجن يسكن في الإنسان في معتقد طبعا معتقد هذا الأمر أن الجن يسكن حتى النصر يعتقدون هذا ويقول ابن تيميا الجن مثله مثل البشر يعني مثله مثل البشر في الاعتقاد لأنه وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون إذن مدام العبادة هناك يعني واردة في هذا الأمر إلا وأن ينطبق على الجن ما ينطبق على الإنسان من العبادات والطقوس الدينية والإيمان والصلاة والصيام والزقى إلى خير إذن 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 مدام أن الجن يعتنق الإسلام كذلك الجن هو مثلا من دينهم وعلى ملتهم وعلى دينهم إذن لما يعني النصراني أو المسيحي يعني يظن بأنه التمس أو أنه مثلا سكنه جن أو شيء من هذا القبيل يذهب إلى القص أو إلى الراهب فهو يعني يقوم بتقوس ويستخرج هذا الأمر لأنه يعتقد أن الجن نصراني ويعتنق النصرانية والنصرانية هي الدين الحق دائما الذي يكون له يعني ديانة معينة دائما يعتقد أن هذا الدين هو الحق هو الخلاص إذن والمسألة ذي الرقات انتشرة أو انتشروا في هذا الزمان خصوصا يعني أي إنسان يحفظ آيات من القرآن ويحفظ مثلا أحاديث ويحفظ بعض الدمدمات في استخراج هذا الجن فيفتح يعني عيادة أو مركز استشفائي روحي كما هو يعتقد فيعني ينكبون عليه الناس من جميع يعني الأماكن فيأتون إليه طبعا وهم يعتقدون هذا لأنه مسلم دائما المسلم أنا دائما أقول هذه المسألة دائما المسلم يعتقد أن الجن موجود وهو أمر لا بد أن يؤمن به وإن لم يؤمن بهذا الأمر فيعتبر كافر في الإسلام لأن القرآن ماذا يقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إذن يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا ماذا أن المؤمن يؤمن بهذا وماذا أن الإسلام يقر هذا وماذا أن الأحاديث والآيات والأقوال العلماء يقرون هذا فيجب عليه من تلقائية نفسه وفي عقله الباطن أن هناك جن حتى ولو أنه رأى أشياء تتحرك أو أشياء يعني يخيل إليه أنها تحدث ولكن ذلك دائما هو يعني يعتقد أن هذا جن يعني هذا جن وحتى العين مثلا العين يقول بأن العين كادت العين أن تسبق القدر وكان النبي محمد يعوذ الحسن والحسين من هذا في بعض الحديث كان يقول اللهم إني أعوذهما بكلماتك التامة من كل شيطان وهما من كل عين لما وعلى سبيل المثال أنني أنا مررت بهذه التجربة ولو أنني لم أتخذها مهنة أو أتخذها مثلا مدخل رزقي أو مصدر رزقي إلا أنني خطت في هذه المسألة يعني وقت ليس بالكثير ولكن طلعت على هذا الأمر فكنت أنا أعتقد أنا طبعا أنا لا أرى الجن ولكن أعتقد أن الجن موجود وكنت لا أرى يعني لا أرى الأشياء الملموسة ولكن كنت أعتقدها في الداخل أي شيء يعني كان يصدر من المريض فكنت أعتقد هذا جن فحتى أنني كنت أكلم هذا الجن ولكن حتى لو أن هذا الإنسان يتكلم مثلا به هذه حالات نفسية أو حالات طرابية أو حالات مثلا هو دائما إذا كان المريض يعتقد أن هذا جن فدائما هو يتكلم بأنه في داخله جن أو ممسوس إذن ودائما المعالج فهو كذلك مسلم ويعتقد أن هذا الجن موجود فيبدأ يقرأ عليه القرآن فكلما قرأ القرآن على هذا المريض فينتفض هذا المريض ويتحرك بحركات غير إرادية وربما يقول أقوال غير يعني إرادية وربما يكون صوته خش أو صوته رقيق أو صوته لا أدري كيف ولكن دائما يكون هناك أخذ ورد بين المريض وبين الراقي إذن أنا لما خذت هذه التجربة كنت طبعا أعتقد هذا فكنت أتكلم مع الجن وكنت أنا أؤمن بهذا كنت أؤمن بأن الجن موجود وكنت أتحدث معه وكان يقول لأشياء أشياء مثلا كان مثلا يقول أنا كافر أنا لا أخرج منه أنا أسكنه منذ أمد بعيد وكنت مثلا كذا ففعل لي كذا وفعل إذن كان يبرر هذا الكلام الذي كان يصدر من هذا المريض أنا كنت أعتقد أنه جن إذن أنا مثلا نعم تفضل أوكي أصحب لي أردت السؤال إذن أنا يعني لما كنت مثلا في دائرة الإسلام وفي حضيرته كنت ضروري يعني أعتقد وكنت أجزم يعني كنت يعني عندي يقين وعندي يعني إيمان إيمان قوي بأن هذا الأمر موجود إذن هذا الأمر الذي انتشر في هذا الوقت ما هو إلا صدق في 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 معتقديه سواء كان المريض أو كان المعالج فالمعالج دائما يعتقد أن هذا الأمر هو يعني أمر شرعي والمسألة التي كنت يعني سأتدخل فيها يعني أتدخل فيها في هذه هي مسألة الرقية الشرعية كنت أنت قد سألت بعض الإخوة على مسألة الرقية الشرعية لماذا سميتها بهذا الاسم أنا سأجيبك على هذا السؤال لأن الرقية الشرعية سميت بهذا الاسم لأن هناك بعض الدجالين عند يعني في معتقد المسلم حتى هذا الدجال يعني عندنا نحن يعني الأحرار نعتقد حتى هذا الدين الخرافة وهذه الأشياء التي يفعلونها فهي من الخرافة طبعا ليس له دليل علمي على صحتها فتسميتها بالرقية الشرعية أو أطلقوا عليه هذا الإسم إلا أنها فيها آيات قرآنية وفيها أحاديث واردة عن النبي وفيها مثلا أشياء واردة عن الصحابة وعن العلماء أما غير ذلك فهي غير الشرعية أي شيء يعني هناك بعد الفقهاء مثلا أو المدعو الرقية أو الرقات فهم لا يثبكون الطريق الصحيح في معتقدي المسلم الذي له مرجعية إسلامية بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة دائما عنده هذه المسألة المسلم الذي عنده يعني مرجعية إسلامية محضة لأن ما هي المرجعية الإسلامية المحضة عند المسلم السلفي هي الكتاب والسنة كما أسلفته بفهم سلف الأمة إذن ما كان عليه القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فهي الرقية الشرعية إذن ما دون هذا فهي لا تعتبر رقية شرعية كالدجالين الذين يعني يتمتمون بأقوال غير مفهومة هذا عند المسلم الصحيح عنده هذه الأشياء خرافة وخزعبيلات لكنه هو يعتبرها رقية شرعية لما يحتويه من علم في هذا الأمر لأنه دائما هو يستند إلى أقوال علماء كما قلت يستند إلى أقوال إلى قول النبي مثلا في كيف يعني يرقي الإنسان نفسه كما تفضل الأخ لأنه في العقيدة الإسلامية الصحيحة هو أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه وهذه أحسن طريقة للعلاج عند المسلمين أما الاسترقاء كان النبي ينهى فهناك بعض الأحاديث يعني أنا لم أذكرها ولكنني بمعنى هذا أن كان يقول مهم أنا لا أذكره ربما بعض الإخوة يذكرون هذا كان يعني ينهى عن أنك تذهب إلى راقي ويرقي ولكن كان يأمر بأن توقي نفسك وأن تقرأ الفاتحة لأنه يستبع المتاني وهو القرآن العظيم وإلى آخر ذلك إذن نرجع إلى مسألة انتشار هذه الظاهرة وهي ظاهرة الرقية الشرعية دائما إن لم يكن هناك يعني رادع من عالم أو من فقيه أو من أصحاب هذا الدين أو حماة هذه الشريعة إن لم يكن هناك مثلا اعتراض أو إن لم يكن هناك مثلا توقيف لهذه المسألة فهم يعتبرونها مسألة شرعية ويعتبرونها هذا هو الصح وهذه الصحيحة فاتخذوها سبب للاسترزاق من هذا الأمر وحتى بعض الرقات المتطفلين على هذا الميدان طبعا في معتقد المسلم يتخذون هذه المسألة فيها مسألة واحدة وهي الارتزاق والوقوع في الرديلة كالفاحشة وكالزنة يعني تأتي إليه طبعا المريضة وهذا كما أسلف الأخ أن معظم يعني الذاهبون إلى الرقات هم من النساء لماذا؟ ليس الأمر كما أسلف الأخ بالحكم أنهم عندهم كبت أو هذا بل ليس هذا الأمر لأن النساء هم أكثر الشريحة تقبل لهذا الأمر هذا هو المسألة التي ربما عقبت عليها ليس الأمر كذلك كما أسلف ولكن المسألة أن النساء ربما عندهم مثلا دائما البنت مثلا لما تصل إلى الثلاثين ليس كما الرجل يصل إلى الثلاثين الرجل يصل إلى الثلاثين أو إلى الخمسة أو الثلاثين أو إلى الأربعين فيعتبر نفسه شابا ويعتبر نفسه يعني لازال في مقتبر عمره لكن المرأة تختلف عن هذا فالمرأة لما تصل إلى مرحلة يعني الثلاثين على سبيل المثال فتعتبر أنها تقدمت في السن أو ربما سيدهب عليها القطار فربما تذهب إلى الفقه فتستنجد به فربما يعني يرشدها إلى أشياء تتعاملها فربما يعني يأتيها يعني عريس أو تأتيها مثلا شيء من هذا الأمر إذن بعد كما قلت يعني بعد الرقات المتطفلين على الميدان طبعا في معتقد المسلم يفتحون عيادة فيأتون إليهم النساء فتكون المرأة جميلة وشابة طبعا معظم من يقدمون إلى هذا الأمر فيكونون في مقتبل العمر مثلا 25 سنة 30 سنة يعني في هذا السن وهذا السن يكون يعني البنت أو المرأة تكون مثلا مكتملة تكون جميلة تكون مثلا عندها مثلا قوامة عندها حسن عندها جمال فتأتي عند الراقي والراقي يكون شابا لأن معظم الرقات في هذا الزمان أو في هذا الزمان هم شباب فأنا أعرف بعد الرقات لا يتزاوز سنهم يعني العشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة فكيف وهو يعني لم يتزوج بعد إذن كيف تأتي إليه مرأة أو بنت في هذا السن أو هي جميلة فتطرح أمامه وهو يبدأ يعني يقرأ عليها الآيات والقرآن وكذا فغريزة الإنسان فهي غريزة حيوانية دائما ينظر إليها نظرة يعني شهوة ونظرة يعني أنه يقع في هذا الأمر فطبعا أنا لا أقول الشيطان هو الذي يوسوس له بل نفسه هي التي يوسوس له أو إرادته الجنسية في هذا الأمر هو الذي يوسوس له فيقع في الرديلة فلما يقع في الرديلة يعني يقول أنا أستغفر الله من هذا لأن عندهم هما يعني مبررات في هذا المسألة دائما المسلم لما يقع في المحصية يجعل آية ويجعل حديث ويجعل الله يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض ثم أتيتني لا تشرك بي شيء غفر كما كانت منها ولا أبالي أو يعني يغفر الذنوب شميعا إلا أن يشرك به إذن دائما عنده هو يعني مبررات وعنده يعني أشياء يعني نعم شكرا نبيل شيء مفهوم على كل حال وواضح نستقبل قبل قبل ما نروحوا لكريم نستقبلوا ياسمين ياسمين مساء الخير شهر عشهر عشهر زاد جيلو شهر عشهر زاد تفضلي مساء الخير مساء النور جيلو مساء النور على الأحباب والأصحاب منهم التحية خاصة لأب الحكم اللي تعرفت عليه مع جان بورو كريم يعني يحصل لي الشرف وتكلمنا مكالمة شخصية روبي صديقة سوق فيسبوك وأنا سعيدة بأنها تكون ضيفها في الجزائر تعقيبي على الرقية الشرعية فيما يخص النساء وجيلو لنت تتكلمين عليه جيل سي قلت لك تحية جيلو شكرا جزيلا باللوق العربية من فضلك نهضروا عن الرقية الشرعية للمرأة هي ما هو كبت جنسي يعني أنا وش سمعت الأصدقاء وأنا حابة نعقب ممكن صح ممكن خطأ أنا كمرأة نقدر يعني نحط روحي كون عندي شوية سلطة صغيرة باش نعقب على هاد النقطة المرأة شوف هو المسلم على العموم الشيء اللي يجي من عند الإله مقدس ولا ريبة فيه هذه الرقية الشرعية تروح لها المرأة هي عندها مشاكل يعني هي عندها في الخلف عندها ضغوطات وعندها كبت جنسي وعندها 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 يعني في التربية الإسلامية احنا أنا كمرأة كنت مسلمة عشت أهوال من المشاكل والكبت الجنسي والضرب والحرام أنا وصلت للمرحلة من الجنون في يوم الأيام المرأة كي تروح تروح عند الراقي هذا الراقي وش يستعمل يستعمل كلام الله وكلام الله هو أحسن من الدواء وأحسن من الطبيب وفيه الشفاء لا يعلى عليها هي تستسلم هو يلمسها في أعضاءها التنسلية ولا يمص مصلها ولا معنى بليش هنا كفاه نقوله الكلمة يعني هو يتمادى يتعدى عليها جنسيا بصح في إطار ديني والشيء اللي يكون مغلب في الإطار الديني راهوا مسموح في الدين يعني حبيت نوصل هالنقطة باللي للإنسان وللمسلمة على الخصوص المسلمة كي تقولها هذا من عند الله وهذا قرآن القرآن هما يعطينا أمثلة يقول لك الكلام اللي قلناها ما هوش قرآن ممكن يتغير لكن القرآن عمره ما تغير يعني واحد يمد لك كلمة يقول لك وشي هذا قرآن يعني راهم حطيني القرآن كلام الله يعني ديغاكت مسمع لللي على هديث راهم يتفكينين على طول الخط هو هي تكون يعني جنس جنس ساندويتش ولا جنس ما فيه إلاج ما فيهش إلاج ما يهمش المهم هاد الرجل راهم يتدخل يتدخلنها في جسمها الكلمات الله اللي يصفيوا لها الدم ويخرجوا منها الجنون يعني وهدي قاطية الجن اللي ما يأمنش بالقرآن راهوا كافر وباش تكون مسلم لازم تؤمن بالجن السحر والجن حق هذا يعني إسلام أنا مع العائلة ينقول لهم السحر أنا ما يدخلش راسي السحر يقولوا لي آه أنت راح أتكفري السحر والجن راهوا من من قواعد الأساسية باش تكون مسلم هادي تاني هادي ما لازمش ننساوها يعني من جهة لا حول ولا قوة لهم معدورين من جهة ومن جهة هما اللي مستسلمين ومن بطحين لهذا الدين وقفلين يعني قفلين الراس راهوا مقفول من الجهتين ولا من جهة من الجهة الأربعة ما يدروش ولا خطوة باش يطرحوا السؤال هل هذا الدين هو الحق فيها ربع آلاف ديانة هل هذا هو الدين يعني جانا دين وإحنا ما شفنا أنا وحدة محمد أنا ما شفتوش جهة جبرائيل ما كنتش حاضرة مع مسلم و بخاري العنعنة ما شاء الله يعني وصلتنا الخير والبركة هذا هو السؤال أنا اللي نطرح فيه على النساء هدو أنا 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 نحط موسيقى لكليدرمان موسيقى كلاسيكية لشوبان أو لأي واحد من الموسيقات العالمية أنا نرتاح وهذا الرقية الشرعية أنا جاتني يعني النقطة الحساسة هي التجويد لو كنا قراء لك القرآن بلا تجويد أكيد رح يكون ممل ويمرمر الكرام ما تحس ما عندك حتى إحساس لي أنا أنا حس ما نشوف التجويد يلعب دور في أن الإنسان يتأثر بهذا الكلام الرغم أنه القرآن مش مفهوم فيه فيه آيات وفيه صورات وينقال فيه كلام بديء وفيه كلام يعني فيه سب وفيه قضف وفيه ساكس بس هو متقبله لأنه فيه تجويد وعدم فهم الكلمات يساعدهم باش يتقبلوه أنا أعطي مثال كانت مرأة فيه مرأة في البلد اللي كنت نسكن فيه بعد الولادة دارت ديبريشن ديبريشن هادي من انخفاض الهرمونات احنا بالفرنسي نقول لها ديبريشن ولي ممكن للإخوة اللي متخصصين في الطب عندهم فكرة هاد المرأة عندها ولدين وصر لها هاد المشكل ديبريشن يعني انخفاض في الهرمونات بالطبع المرأة رح يكون عندها اختلاط في الأمور والزوج يعني النسام حتى النساء ازواجهم هم اللي يديهم للراقي الشرعي مش المرأة اللي تروح برايها الأب يدي بنته والأخ يدي اخته والزوج يدي مرط يعني حتى الرجال مقتنعين بأن الراقي الشرعي رأيه يدير في شغل رباني هاد المرأة من بعد الولادة ومن بعد المرد يعني الأهل كانوا ضد انها تروح عند بسيكياتر عند طبيب عقلي يعني بسيكياتر وقفوا وقالوا لزوجها لا ما هيش مجنونة هي عندها جن وجابوا لها الراقي الشرعي وداروا لها رقية وبعد أيام المرأة هادية قامت بقتل الولادين اللي عندها عندها الرضيع وعندها بنت دبحتهم لأنها جاها جاها كيف يقولوا مساج رسالة يعني كيف يقولوا جاها رسالة من الإله جاها مساج هي 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 المرض تحها هاد تقدر تتمدلها هلوسة وتمدلها أوامر احنا بالفرنسيان نقولوا البرانويا يعني توصل في مرحة البرانويا وين هاد الأصوات عطاوها الأمر باش تذبح ولادها لأنهم أعدائها ودبحتهم بالفعل بعد ذبح أطفالها ادوها للمستشفى وكان يعني فات الأوان الولاد نذبحوا والأم ماتت بعد أيام في المستشفى بتشوف الدرجة الكارثية اللي وصل لها الشعب الجزائري وأنا نهضر على الشعب الجزائري لأني جزائرية ونروح للجزائر ونشوف الجهل وتأخر اللي عادوا فيه الدرجة يبسقلهم في الماء ويشربوه يعني هذه حتى شفناها في رعان شفناها في الشيوخ يعني يعني يبدو يدفل يعني في الماء ويعطيه يشرب فأته الوحي يعني شي رهيب واحد يعني يرمي عليهم المية من بعيد يعني بقردل ويرمي عليهم الماء واحد لازم يدخلها وحدها في بيت ولازم يمثلها أعضاءها التناسلية لأن الجن تخل على على العدو التناسل للمرأة لازم يحط يدو على على هذه المنطقة يعني يديروا في أشياء وقانعين ولو كان انت تقولهم لا مش هك وهذا جهل انت انت اللي تنعت بالجهلة هذا هو تدخل تعياني عن المرأة ما بين قوسين المرأة من المعاناة اللي تعانيها ومن الجهل هما هما يعني المجتمع بيأكمل ولا نقول ما ما نقدرش نقول إجماع لكن الدين مقدس وهنا المشكل والناس ما عندهمش لا عندهم حتى خوف باش يخوضوا في الأسئلة يخافوا لأنه فيه جنة وفيه نار فيه عقاب فيه يخاف على الدنيا الآخرة ليخسرها هذا هو تدخلي وإنا في الاستماع وفرحانين بالأحباب وبالضيوف أحمد حرقان وسينا نبلغ له تحية هو هو الفراس القايمة هو ليجرجرنا يعني هو أول البلاوي أنا أحمد حرقان أول يوم شفته دهشت يعني كنت عينية مفتحين وفمي محلول واش هاد القدرة اللي في عند هاد الإنسان واجهه في مصر بوجه غير مخفي شابو وعلى شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بلزير أتري بيانتو مرسي بكو مرسي بكو نعطي الكلمة إلى جيسي ومع ذلك جيسي معنا جيسي مساء الخير مساء الخير على الجامعة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضلي استنيت استنيت أنا وجا دوري معلش كأيها الناس أيها الناس ما فيش بحسوبية يقول لك مثلا نذكر الإخواني ومعانا كلبني قالوا جيلوا ربما مش مفهوم نعود نفهمه اسمعوا مليح عنا شيخ بالجزائر في قناة البيلد يسمو الشيخ الشمس الدين كانت مرأة عندها صارع وعندها مرض نفسي وبتصرخ واش قال لها قال لها أنا الآن ما عنديش وقت لو عندي وقت هحرق الشيطاني فيك الجني فيك بالقرآن لكن ما عنديش وقت يعني بينصب على مين هو عارف مش قادر قال لك ما عنديش وقت لا خذ وقتك وعالجها هذا عالتيني بيزون قدام 40 مليون مشاهد يا للعار هذه أول شي تاني شيء المسلمين بيفتاخ روحنا عندنا رقية شرعية كأنهم هما نخترعها وأنا أتفق مع روبي على العواطف والدماغ ومع ديفيد كذلك راني معهم مية بالمية هي كل شيء داخلها في العلم النفس هي هادية تهيئات والعقل الباطني وإلى آخره والكلام نقلوا كريم كذلك أني متافقة مع الجامع أنه في الديانات الأخرى أنا ما نحكيش أنا ما نش مختصة في الغنوصية وهذا هادية مختص فيه كريم والزردشي نحكي لكم عن الديانات الإبراهيمية في اليهودية مثلا أول أني كان نجبنا هاد البدعة هادي هما اليهود كانوا في ذبايح يدباحوها ومكتوب في الطورات يدباحو وبهذا كدم يشفى المرأة ما عندهاش أولاد يعطي لها يهوى الأولاد وإلى آخره وفي المسيحية قبل الإسلام قبل الرقية في إخراج الشياطين يقول لك في الإنجين مكتوب الأرواح الشريرة ويقرب يقرب لو وحد يقرأ التلاميذ المسيح والمسيح كانوا يخرجوا الشياطين بالقراءة يعني المسيح كان يحط إيده وتلاميذ وني يقول لهم في الإسلام في الحواري يعني هذه ما هو إعجاز ما هو إنجاز ولا شي هذا سرق من هذا هذا سرق من هذا ورانا في الكارثة الآن الناس راه تتبع في العلم والحضارة وكذا وإحنا مزلنا أنا أنا كجزائرية أقول لك الحقيقة المهم حطي منديل على شعرك هذه وعندنا موضة ومنيش نقول لنا في البادية وأني نقول لك في العاصمة في الجزائي في المدن الكبار ونراني من العاصمة في الأحياء مو الشعبية أنا نقول لك حتى الأحياء الراقية تتلقى ربعة خمسة ستة رقهات ولا مش عفكوش يقولولوك والناس بتصدق وصحب المان المعداني رهم يديروا بيزنس تحشرين مية يقول لك رجاعي ومرت كما قالوا مش كل الشيوخ بيتحرشوا بالناس فيه شيوخ نما بيتحرشوا بيسترزقوا بيزنس والناس وهذا كل من الجهل من الجهل من الدين هما لو أنت الآن أنا أظن لازم ننور الناس نقول لهم هذا الرقية كاريم مثلا أراه هو يقدر يفهمت شي قبل الإسلام وقبل اليهودية وقبل قبل الأديان قبل من فلان إلى فلان وإحنا وإحنا رأنا في مصيبة وإحنا في تخلف والله ما عرفت موش نقول حزن ما نحزن الناس مغيبة عايشين سحر عين أصبتني عين عملوا لي سحر هوجز وكما قالت روبي هو كل شي في الدماغ كل شي في الدماغ وهذه هدية كان يمتي شكرا شكرا جزيلا هل مداخلة أو في بلونكا تريد أن تتحدث كذلك ديفيد أين الذي خلال رجعنا هلأ سمعنا نعم ولكن بدون صورة جيد جيد أنا بس حارب يعني عقب أنا مبسوط نشار زاد ونبيل حكوا نفس الفكرة اللي أنا حكيتها يعني موضوع وقت ممكن يكون نسبة مثما أنا نسبة الناس أكتر من الذكور اللي هنم بيؤمنوا بهذه الشغلات وكثير عوامل يعني كثير عوامل مجتمعية سوسيولوجية بتلعب دور بالموضوع يعني ممكن ببعض بمعظم المجتمعات لا إذا البن صار عمر 25 سنة ما تزوجت فوالله عملي للك سحر وإلى آخر هذه الأمور اللي هي مزروعة بتكون بدماغهم والناس مصدقة فيها يعني مثل ما قال نبيل يعني وقت موضوع بيجي بيئلك أخي السحر موجود في الإسلام والجن موجود في الإسلام وعندك سورة الجن وكذا هذه أمور لا تتجزأ يعني إذا مسلم ومؤمن بالله والقرآن فهذه الأمور موجودة من ضمن الدين فوقت اللي بيكون هذا الراقي أو المعالج هذا اللي عم يحاول يعمل لك وهو مشاوز عمليا عم يحكي لك شغلات من ضمن القرآن وآيات وأمور كذا فأنت تشعر أو تشعر يشعر أنه بسيط بسلطة موجودة لدى هذا الشخص لا يملكها أحيانا رجل الشارع البسيط إلا إذا كان هو يدخل وحاول يوصل حاله لمرحلة أنه يعرف يعالج نفسه لكن بعموم الناس يعني بيلجأوا لهدول الأشخاص مقتنعين بسلطتهم عليهم لأنه هذه السلطة سلطة دينية بالأساس ومثل ما قالت صديقتي روبي يعني موضوع سألتي أنه هل نحن نصدق ما نرى أم نرى ما نصدق يعني ذكرتين بألان سبايدر وأتال ما نراه هو ما نحن مقتنعون بأن نرى تسعين بالمئة مما نراه هو مستمد من ذاكرتنا مو بس من ما نراه حتى عملية مما نسمعه ومما نحسه من ذاكرتنا حرفيا من الذاكرة لأنه مثل ما ذكرت مثلا مثال الحصان أنت حتشوف الشيء اللي هو موجود بذاكرتك حياتك تقرر عليك هاي الحالة ما حتصير والدماغ دائما يجنح لحالات أنه هو يعطي معاني لكل شيء الدماغ كتير بيخاف من أن يكون بوضع مش فهمان شو اللي حواليه أي شيء لازم يحمل معنى وإلا أنا بحالة خطر ممكن إذا الشيء ما نفهمانه فأنا بحالة خطر مشان هيك مثلا بتلاقي الشخص اللي هو يعني قدي شفنا ناس شافوا المسيح بالغيوم بالسماء وناس شافت البوذة بالصخور وناس شافت مكتوب اسم محمد مكتوب على حبة بطاطا أو على شيء هو شد شايف هيدا الشيء لكن مستحيل تلاقي أو تلاقي حالة معاكسة يعني مستحيل تلاقي مسلم متدين حيشوف بوذة هيك بغيمة بالسماء هايدي أو العكس فهيدي الحالات لأنه مش موجودة بمحتوى الدماغ مشان هيك محتوى يلعب دور أساسي في فهمنا وإدراكنا وتفاعلنا مع أي شيء محيط فينا مشان هيك منرجع لنقطة إنه الناس عم تتنشأ على هايدي الاعتقادات فدماغه لاحيسوق معه ولاحيحسسوا إنه هيدي الأمور حقيقية ف يعني مثل ما كمان ذكرت من قبل الحل الوحيد إنه نوعي الناس لهذه الحقائق لحتى الناس اللي عم يعني يدجل عليهم هيدا الشي اللي بيزعل يعني أنا بزعل وقت بشوف فدول المشعوذين عم يقتاتوا عايشين حياتهم كل يتا عم يقتاتوا على حساب يعني إنه هن عم يكذبوا يدجلوا على ناس بصصاء وما عم يجيبولهم ولا فائدة ولا شيء وإنما هن الناس أنا أستغرب كيف الموضوع وصلان لحالة إنه يعني مسموح فيه على القنوات الفضائية وهيدي الناس عم تطلع الدجل وتنصب على البشر بيعني بكل عين وقحة وما في حدا عم يوقفهم ولا حدا يمنعهم عن هيدا عمليات النصب الواضح والصريح للناس شيء خاصة نايلسات خاصة نايلسات آه يعني شيء ما له مفهوم يعني كيف تسمح بأي حالة النصب والدجل العلني الفاضح بهذا الشكل الأمر غير مقتول على أي نحو يعني معنا بلونكا بلونكا مساء الخير أهلا مساء الخير أهلا مساء الخير تحية للضيوف تحية خاصة للضيوف تحية الجيلو بالنسبة للتدخل تعي النساء هم أكثر أكثر فئة التي تتجه للرقية والاحتقاد بالسحر على كل حال حتى الرجال يروحوا ونحن النساء تلقاهم أكثر ريا لماذا نظرا لخطر الشحناية النساء يربون بأنهم يربون بلحناية آلة إحنا آدات لتفريغ الشهوة تعال الرجل لاستقبال شهوة الرجل أيو ويأتي في واحد الوقت المرأة لا يوجد حق لتعبر لأنها رغبة جنسية كما الرجل التي لديها حق في التعبير وترثبت بالفحولة والرجول وانتاعها مثلا المرأة كما تمرز في النوم أثناء النوم في الأحلام تحلم تحلم بللي واحد ره جاي ره جاي ره جاي ره بللي تمارس ويجي عن هذا في الواقع ومام تحس بالشهوة الجنسية تحس بالراحشة لا حياة في الحقيقة في الواقع تحس بالراحشة الجماعة وهي عادة كنا أثناء النوم تقول بللي هذا الجن هذا ره يجيني زيارة جن ره بللي السحر ره بللي السحر ره جن ره عاشق فيها ره يجي مارس معي الجنس في الليل الخطر لحنا عدنا طريقة بتاعنا احنا للمجتمع المتخلفة عدنا نحل المشاكل توعنا بالأزامات وعدنا سياسة النعامة نحس بالخطر ندخل رسالنا في الليل الليل هذه هي في الدين لك ما مثلا ما أحسن لما أنا عندي مثلا عندي مشكلة في الخدمة ولا عندي ما نجمش نخدم في العملي نقول صحروني ما أفضل نقول صحروني باش نحتبر أن نستعملها كحيلة كحيلة لشعورية باش نقضنا أن أذهب لأنني ضحية بس كحيلة لما أكون ضحية يعني المختعي العقل الباطن يرتاح نقول لأنني ضحية أنا مسحورة ما نحلوش ما نواجهش المشكلة أنت را عندي مشكلة علاش را عندي هاد الخمول مثلا نحن نشوف في الأعراس نحن عدنا في الجزائر نحن في الجزائر عدنا واحد الأعراس واحد واحد الاسراف واحد الباذخ ما الناس كانت وصل تدين وعدنا واحد طريقة الهامجية في ليلة الدخلة كما نقول والاستدانة ليلة الزفاف ليلة الزفاف يخرم بيتك ليلة الزفاف يزفون الرجل إلى امرأته هذك الرجل هذك هو دين العرز ويديرو قرقاب قرقاب ويدخل بس بابا 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 ايو يرافقوه كما هكا ونس نس تجدب والحالة ويقولون هلأ تأدي الواجب كيف تأدي الواجب في دي كل ليلة هكا الناس طبطة يدقو حنا عدنا يطبط ويدقو يدقو عليك البيب ساي كملتو ايا هذي كيف يقوله بعد كما يسرع ويرو يقولك راديري للسحر رباط ربطو رادينا الرباط يعني يعني تحبي تقولي بللي كان تخلف عقلي راهيب راهيب زع ما واحد تخلف ولا واحد مايكوش عندها قوة في الجنس ولا هي نظر على سوء التغذية خاتش عدنا الكوسكوس الطعام السكسو ناكلوا البقارون السباقيت هذي ما عندهم ش ما ديش يطقوا هكا ما يمدوش نساء يضعف خص بنادم يأكل اوميغا 3 بالعمل باين اوميغا 3 اليايو الفرو الفواكه هكا وما ميروحوش للواقع ما يواجهوش الواقع عندي مشكلة خصني يواجه يروع طبعا يقول عندي مشكلة يروع عند البسيكولو يقول لك مره كارها رجلها كان تكون متزوجة بغير مثلا كان عندها حبيب يقول لا تزوج بهذا وقاعد خاطرها في ذلك نشتها قصة كما هكا تاروقيا راقي كنت نعرف ها شخصيا هو زعما نسم له بصح قليم مره هذي راه تروع عنده واحد وبدك تروح على خاطره ورجلها السحر هي اللا هي كانت عندها علاقة مع هذك قبل ما تزوج به وهو ما تزوج بها مازال خاطرها مازال عندها عواطف من جيد هذيك وتغضى عندها كل أصيبت بال أصيبت بال مكفضت تركومات النفسية ومثلا هي تزوجت نكاية بذلك الحبيب الأول هذو كل الصراعات هذوك الصراعات النفسية تحولت لها إلى والزوج التاحة ما تقبلش ما تقبلش ومكو جاو عندنا تقافة روح عند أخي الصراعين نفساني نقول الأخي الصراعين نعرضوا علي هذ الحالة هذ الحالة مثلا كيمار أنا مثلا هذ الحالة نحوص نفهم أنا مناش هذ المشكلة مناش رها تجي نحوص نكتشف نفهم الزوج التاحة نقول هذو هذو ساري ولا هي نحوص نقنعها لأن هذا الحبيب ترح ما بغير تزوج بها مهم حلول موضوعية واقعية أما نحن هذا هو المشكلة لأن هنا مشاكل ونحن هذو المشاكل نحوص نعالجوها بالدين دين ما نجيبش ندخل في كل دين ما نجيبش عوض علم النفس دين ما نجيبش عوض علم الاجتماع ذو نحوص ربا يأخذ واحد المساحة ربا أخذها 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 صحي يلغي العقل العقل البشري والنفس البشرية ألغاها شكرا بلونكا شكرا 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 جزيلا أبا الحكم تفضل لن نسمعك أبا الحكم فتح نعم حبيت أضيف نقطة معينة الربط أنا عاوز أربط بين الشيوخ العاديين وال اللي يعملوا بال دجل والشعوذة اللي يسموه من رقية الشرعية يعني هذا لما يطلع يعمل دعاية أنه يقدر يطلع الأرواح ويدافع عن العقيدة اللي ماشي عليها والشيخ نفس الشيء أنا أعتبره أيضا نفس الخرافة لكن بشكل آخر يعني الشيخ أيضا يطلع ويحكي على الملحدين ويسب الملحدين ويسب أي واحد يكون ما يؤمن بالدين ليش لأنه لأنه مترزق من وراء هذا الدين شغله لسانه اللي يحركه هو هذا اللي يجيب له الأموال والسيارات والفلل فهو يعني مش يعني حرصا على دينه أو غيرة على هذا الدين لا بيزنس أي بيزنس هو عنده لشغله بيزنس ومش عاوز وأنا متأكد فيه شيوخ كثير مقتنعين إنه الدين ما هي إلا أكذوبة لكنهم يستمرون لأنه صارت حياتهم صارت ما عندهم شغل هذا الشغل اللي ما عنده شغل مثل ما يقول يعني فلذلك تراه كل واحد بيهم يدافع عن الفكر اللي ماش بيها وجدني مرة ذكرت شغله إنه مرة لما أحمد حرقان عمل لقاء مع سامي عبد الجليل قال الآن أحمد يعيدني وأحب أسمع أحمد بعد أمرك يعني إذا فيها مجال يعني فقال أنت تشتغل نقاش يعني لأحمد يستأذب شغله أعتقد أحمد قال له إذا أنا أشتغل نقاش أنت بتشتغل إيه يعني قال له أنت شغلك إيش يعني أنت شغلك فقط تضحك على الناس بكلام وآيات تقراها وتجني الأموال من وراءها والناس يموتوا وأنت مستريح وتصبح غني أنا على الأقل أشتغل أشتغل بشغلة شريفة أنت شغلك إيش يعني أحمد لو كان باقي في شغلة هو كان إمام جامع لو فباقي إمام جامع كان أيضا جنى الملايين لكن لا ينظرون إلى هذه الأمور فقط ينظرون إلى الأمور السطحية لذلك أشوف الربط متشابك بين اللي يعملون بالسحر والشعوذة والرقية الشرعية والذين يتبعون يقولون عنهم شيوخ ويعطون الدروس بالأحاديث ويعلمون باب الحكم الضراط والفساء ويعني أشياء فعلا تافية يعني يسووا عليها أبواب وكتب حتى حياتهم تستمر ومالهم تستمر وبقية الناس البسطة يتوفون ويموتون شكرا إليك شكرا كريم أهلا وسائل حسب رأيي عندك كثير ما تقوله أنا بشي رجع على بعض اللقاط وكما عادة فضل وبعد رحوا الحرقة أنا ويش رحك حرقة أنا مش مشكلة أول شي كما قالوا معناتها الأخوة أن الرقية أو الرقية الشرعية بصفة عامة هي معناتها قديمة وكانت تمارس في عهد الجاهلية حتى أن هناك قبيلة دخلت في الإسلام من بعد محمد حرم الرقية الشرعية تم تحريمها أرسلوا وفد لمحمد قالوا له لماذا تمنع فيها ونحن نستنفع منها قالوا لهم ومن بعد عود رجعها خطرها نوسي خطو وعودة رجعت كانت معناتها في اللو الموجودة عند الجاهلية من بعد جاء محمد منحها من بعد هذه القبيلة وقتا دخلت في الإسلام بعثوا مبعوث اسمه ابن الحازمة ونسيت اسمه بالضبط وقالوا له يا رسول الله كانت لنا الرقية الشرعية وكنا نستعمل فيها وأنك نهيت عنها وأحنا نستنفع منها نستنفع منها ياخي قال لهم به أوكي يرجع الرقية الشرعية ولكن بشرط أنها تكون بالقرآن وما يكون فيها شرك يعني هذه نقطة حبيت نذكرها من بعد أما الرقية الشرعية ولت كما نقول وتطبق اللي يسميوها طوى شرعية خطر دخلت فيها ياسر حاجات كما قال الأخ نبيل يعني بعيدة على ما يسمى الحدود الحمراء الذي رسمها الإسلام وتكون الرقية الشرعية عند ما يسمى المداهب الصوفية وهي لوضعت القواعد بتاعها الأساسية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اللي حبيت نقولها أن الإنسان حتى الآن نحن في 2019 ما زال الإنسان راه محل بحث ونحن نعرف أن الإنسان بصفة عامة يتأقلم مع كل الظروف وكانت الرقية الشرعية أو السحر أو المعتقدات هذه كانت بصراحة يعني قبل حلة ياسر من المشاكل النفسية للناس الآن في الوقت الحاضر أحنا الشعوب بتاعنا مزالت بعيدة كل البعد على فكر أنه تمشي للطبيب تمشي للطبيب نفساني وهنا حبيت نعمل نقطة وأكيد لا يتوافق عليها اللي الناس أكثر لم يفرقوش من بين بسيكياتر و بسيكولوج فما طبيب نفسي وفما يعالجك بالدواء فما الدواء ببخودوية فمت يعطيهم لك وهذا ينطبق على الجميع يعني الطبيب يعطيك حاجة فيها الدواء هذي تنطبق على الجميع ولكن فما البسيكولوج يعني البسيكولوج يعالجوك نفسيا يعني بالكلام وهذا يختلف من شخص إلى شخص مش الناس الكيف كيف يعني طبيب بسيكولوج ميجيش يعامل للناس الكيف كيف قطر كل واحد ونفسيته إذن احنا في العصر الحاضر يعني نمشيو يأمل البسيكولوج كان لدينا مسألة نفسية وساعات نمشيو على أساس انه البسيكولوج هو يبعطنا البسيكياتر على خطر العلاج متاعنا مهوش نفسي هو الجسدي ولكن الشعوب متاعنا مع الأسف يعتبر ما يفرقوش ساعة من بين البسيكولوج وبسيكياتر ثانيا بالنسبة لهم في مخهم في التركيبة متاع المخ بتاعهم الانسان كيمشي البسيكياتر أو البسيكولوج يعني مهبوب وهذا ليس له أي علاقة يعني كل الأعمال فما ما يسمى البسيكولوج جد خفاي يعني هذه مسألة عادية كما أن الإمكانيات انك تخلص بسيكياتر غالي مش كيمة تخلص واحد رقية شرعية اللي معندها قد معندها مرة تخلص مرة ما تخلص يعني المسألة الاقتصادية تلعب دور كبير في المسألة هذه يعني هذه ما تحبي تركزها الثقافة مع الناج البسيكيات خمطاع الطبيب اللي هي معندها مجال ما زال العلم طوى ما زال يبحث فيه وما زال كان دراسات يعني جديدة خاصة في العشرين سنة الأخيرة في المسألة هذه إذن المسألة هي مسألة عدم وعي وعدم ثقافة الجهل الدين طبعا اللي هو يأثر التذكير الديني المسألة الاقتصادية وغيرها من الأمور هذه معندها نقطة مهمة نرجع النقطة قالتها روبي على مسألة اللي يتخيل حصان بالفعل وهذا هو ما يسمى الرسم التشكيلي الرسم التشكيلي الرسام يرسم حاجة هو يشوفها ولكن عندما يعرض اللوحة متاعه كل شخص يشوف حاجة تختلف على حسب النفسية متاعه هذه معندها نقطة هنا حبيت نرجع المسألة على مسألة لماذا أكثر النساء يذهبون للشيخ أو للفقيه أو حاجة للراقي 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 أو حتى للشيخ رو ساعات ما يمشيوا أول حاجة أنا نعرف المجتمعات متاعنا أن المرأة ما تخرج بالدار خاصة في المجتمعات العروبية والمناطق اللي بعيدة على المدن إذن فهي تعتبر هذا الخروج نوعا من الفسحة فهمت يعني وخاصة كما قالت أحد الأخوات أنا نعرف أشخاص مثلا عائلات يعني بنتهم كل شهر شهرين تعمل كريز في الدار فهمت بشي هزوها للراقي هنا يولي نوعا من الإدمان نوعا من الإدمان طبعا ما نيش نقول اللي قالوه الأخوة غالط لا صحيح اللي قالوه الأخوة لكل صحيح خطر الحقيقة ما هيش واحدة أما حبيت معنتها نذكر السببب هذا أنها فما أشخاص وكما قالت الأخت يعني سعتبوها والأخوها هو اللي هزها يقول لكن هزها للراقي تعديليش هر وأنا مرتاح ما تكسر ليش راس فهمت وإلا رجل نحكي لكم قسم عن تهوقاتي وما نجيش نطول عليكم على خطر فما أخوة واحد فما منطقة يعني هي متأخرة جدا يعني منطقة بدوية كان فيها واحد شيخ بالفعل يعني على مسألة التحرش وكل شيء وكذا وهذا الشيخ يعني أنا معناتها قابلته وكل شيء ومعناتها نشوف عدد إنساء يجيوه يعني صف اللي ما تصورش بالك فأنت أنا وقت قابلته ومعناتها وتعرفت عليه وكذا وبقيت معاه شنو قال لي قال لي لولا أنا راهي قديش من العائلة دمرت في المدينة بتاهي قلت له علاش قال لي خطر هي مع رجلها ولا مع أبوها ولا مع عائلتها ولا مع نجام تخرج الطريقة الوحيدة اللي مش تلبي الرغبة متاحها هي تأتي عندي أنا فهمت وهكاكة أنا ضمنت اللي هي ما تطلقش واللي هي ما تجيبهاش هي عمل كما نقول وإحنا الإنسان ساعات يلقى حلول ورأي الطفلة مثلا تعمل هذا الشيء وبالفاعل تعمله وتلقى اللذة متاحها وتعمل روحها ما في بلاش يعني 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 متحسس حتى بعقدة الذنب على خطر مارست مع الشيخ أو مارست مع الثقين يعني هذه معناتها نقطة مهمة يعني أنه الذهاب للراقي هي عملية كما نقول الإنسان يتأقلم مع الظروف اللي هو فيها نرجع النقطة الأخيرة هي مثلا علم الفلك طبعا علم الفلك فيه عدة جوانب فما توا مثلا فما داب في البسيكولوجي من عرش كاروبي بحثت فيه هو ما يسمى الأسترولوجي بسيكولوجي سيكون أفال ما هوش بالمفهوم الأوغوسكوب وطراعة الغيب وكذا وكذا ولكن بمفهوم آخر بمفهوم تأثير المادة على المادة يعني الإنسان اللي يتولد في ظروف معينة مش كما الإنسان اللي يتولد في جبل كما الإنسان اللي يتولد في مدينة يسكنوا فيها مئة ألف كما الإنسان اللي يتولد في مدينة فيها عشر ألاف يعني ما يسمى الظروف الطبيعية والمستوى المدينة تأثر في المولد أو طريقة الولادة وكما مثلا نعرف وإحنا القمر أثر أو ما يسمى المد والجزر والبلانات ما نشوى حدنا يعني موجود مثلا إنسان تحطه عشرين سنة يعيش في دار من حديد ما يطلعش بنفس الطبيعة كما إنسان تحطه عشرين سنة يعيش في دار من زجاج مثلا ولا من ذهب يعني هذاك عليش الذهب يرتب لحديد يقوي إذن هنا فما ما يسمى جانب ما نقول شنا معانتها تأثير مياه في المياه ولكن عنده جانب تأثير ما يسمى لاستخولوجي بسيكولوجي وذلك نحصل حتى في الخدمة يعني في العمل لبسيكيات عدود خفاي إنهم يدرسوا الشخص في أي بيئة تربى في أي ظروف تربى بش يعرفوا في أي مجال ينجم يخدم أكثر مش يعني هو منجم يخدم في الخدمة هذيك لأ أما ساعات فما بعض الخدمات يجب يبدو المجهود أكثر من شخص آخر الذي ينجم يخدم هذه الخدمة بكل بساطة نختم المداخلة بتاعي إن المشكلة لكل بالنسبة لي تعود للجه شكرا شكرا جزيلا روبي لديك كلمة أو حرق إذا هو كيف أحمد سيتبلش أوكي أنا عندي تعليق على جيسي قالت أن في الجزائر قالت أن في الجزائر منتشر السحر وبشكل فضيع حبيبتي جيسي العقل الأدمغة الإيمانية هي الديفولت ما لاتنا يعني اللي تؤمن بالما ورائيات هي الشيء المعطي هي لا تعمل فرق بين الجزائر والكويت وحتى أمريكا يعني في أمريكا مثلا تستغربين أنا أستغرب كثر البيوت التي تبيع الوهم تحضير أرواح مش عارفة الطب البديل عندش أحسن طب في أمريكا ومعه طب البديل عندش ستيف جوبس اللي كان ما الأبل اللي توفق يعني وصل إلى مراحلة الأخيرة حاول يحل السرطان اللي أصابه بالطب البديل وليش؟ لأنه له اعتقاد بودي ويعتقد بال من أشياء اللي إحنا يسموه العلم المزيف لما وصل إلى مرحلة متأخرة ذهب إلى الطبيب الأطباء العاديين وطبعا كان الوقت متأخر فما يعني هو توفر بعدين بالنسبة للنساء أنا أعتقد لأن الإنسان يعتمد على عواطفه والنساء أكتر عاطفية بشكل عام من الرجال فعواطفهم هي التي تقودهم وبالتالي هما أكثر إيمانا من الرجال وكلما زاد الإيمان بالخرافة كلما كانت تأثير أكبر والاعتقاد أكبر طيب وكمان في شغلة ثانية في 2014 الحصبة تقريبا المسحد تقريبا من أمريكا في 2014 شافوا أربع حالات حصبة في وين في ديزنيلاند في ديزنيلاند في كاليفورنيا ليش لأن بعض في عائلة أو بعض العائلات عندهم بالبيبل يقول أن ما المفروض أن الواحد يعطي التحصين وهناك أيضا اعتقاد بأن من يتحصن يصاب بمرض الأوتزم اللي هو التوحد فالناس بلشت ما تتحصن أطفالها وبالتالي صار أوتبريك داخل عملوا لها كنترول وخل يعني الحكومة الفدرالية خلت كشيء ضروري أن كل الأطفال يتحصنون بس اللي ما يعني ولازال هذا شيء كبير يعني بالولايات المتحدة مو شيء يصير لا زال هناك لو تشوفون بالإنترنت الديبيت اللي هو المناقشات على هذا الموضوع وكمان الفلات أرثر الناس اللي يعتقدون أن الأرض مسطحة أن الأرض ليست كروية أو بيضاوية ليش يعتقدون شديهم هناك مثل كالت في شغلة اسمها الكاغنيتف ديسيدنت اللي هو لما يكون الشخص عنده اعتقادين اعتقاد مبني عليه من اللي موجود عنده والواقع لما يكون اللي يعتقد فيه يخالف الواقع هنا يرجع إلى نظرية المؤامرة فيقول آه ناسا عملت كذا علشان تخفي عنا أن هناك اليو ف اوز اللي هما الكائنات الفضائية وللأسف كما ذكر العزيز ديفيد الإعلام له دور كبير في هذا التفشي هذا الجهل له دور كبير جدا سوري ف عندك مثلا الحين هستوري شانل هي قناة معروف عنها كان معروف عنها أن هي ثقة بأنك تعطيك التاريخ وكذلك اليوم مثلا قاعد يشوفون أن أغلبية الناس هي التي تعتقد بالخرافات ولذلك هم يريدون أن يبيعون لك شغلة فيبيعون لك تاريخ مزيف يعني كان قبل مدة قليلة مثلا كان في الكائنات القديمة والتي عملت بالأرض ووصلت للأرض وذهبت ويحطون لك بطريقة كأنها حقيقة وهي ليست حقيقة وهذه أنا أعتقد أنا أعتقد أن خصوصا يعني الأماكن أو البرودكاست الكبيرة هذه عندها مسؤولية أخلاقية تجاه الناس أما كيف نحل هذا الشكال كيف يحل هذا الشكال أكيد بالعلم كلما طلعنا أكثر بهذا وبينا للناس أكثر كلما يكون أكثر قابلين لأن يعني يشغلون الدماغ الجديد للتحكم بالدماغ القديم عندنا وكذلك يجب أن نعلم أطفالنا كيف يفكرون التفكير النقي لا تصدق أي شيء لازم يعني وحتى نحن وحتى الكبار لازم دائما يكون عندنا شك لازم نشك في كل شيء ونحلله ونحض كل البدائل ليس فقط إما هذا أم هذا هناك الكثير من البدائل نعطي لعقولنا المساحة الكبيرة للتفكير ونعطي لكل تفكير الوقت اللازم ومن ثم نختار نقرر ما هو الأفضل بالنسبة لنا وهذا مو معناته أنه ما رح نكون بايس فيه أعتقد ريتشارد فاينمان الفيزيائي قال الذي يقول أنه ليس متعصب لأفكاره هو أكثر تعصبا من أي شخص آخر كلنا فينا التعصب كلنا فينا التعصب وإذا تبهنا على هذه الشغلة فإننا نقلل من أخطائنا كلنا نخطأ نقلل من أخطائنا وكذلك قال أعتقد كان ريتشارد دوكنس في أحد كتبه ما يتسعبني الذاكرة الحين قال أكثر شخص أنت أكثر شخص أنت تخدع هو نفسك فلازم فلازم دائما أنت تراجع أفكارك وتكون تكون مرن ليس مرن بحد أنك تكون عبيض وتاخذ أي شيء ولكن مرن بحيث أنك تعمل تست تعمل اختبار لكل المعطيات لديك بعدين تكلم أعتقد تكلم العزيز كريم عن اللي هو كيف أن نعمل أمخاخنا تعمل بال اللي فقط بالعين ممكن نعمل اللي كان تذكرون كان قبل فترة أو ساعات بعد لا زال يطلع في ألعاب بالسوق نشوفها مثلا يقولون أن هذا يضر بالإسلام أو لأنه يقول النبي كذا أو هذا يلعب وطلع صوت تكون مسدس مثلا يقول آه هذا يقول طز بالنبي أو شيء من هذا القبيل فهذا هل هو لأنه يعتقد هذا الشيء فيجد حتى بالسمع وحتى بالنظر وهذا اللي عندي سوري على أحمد حرقان شكرا فلديه مشاكل مع انترنت شكرا جزيلا روبي أشكرك سنأخذ كايزر 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 أعتذر كايزر 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 ضافك أو لسه صديقي هو بعثلي ولكن لن ألقى هو بعثلك مصبوط ها ما بعثله تستطيع تعرضه تضيفه 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 أنا ضفته أضفته أضيفه من عندي نعم أضيفه ديلو أنا أستأذن لأني غدوة أوكي أوكي شكرا خلالي أقول كلمة أخيرة شكرا على جميع الفضور طبعا كلام جدا شيق ومواضيع متعددة في مسألة الرقية الشرعية وقل لكم يعني نستأذن لقد رتوا تقريبا نصليل ومع السلامة وشكرا شكرا ما تنساش تاريخ الصوفية ناقي تعالنا نحد وموعد أوكي أوكي مرسي صافر ترجع لأني في أجهر ما تنسى ترجع في أجهر أي ترجي ترجي مرحبا أوكي مع السلامة مع السلامة صحة صحة سلامت إذن آآ آآ استطعت أن آآ آآ أضفته أنا أضفته سواني ما يكون موجود معنا ما أضفته أنا أبل شوي كمان إذن في انتظاره الحاسب شوي بطيء بس يفترض تم إضافته للاتصال نازم يجاوب أعتقد إذن في انتظاره آآ شوف أخذ أحد ثاني إلى أن نعم سنأخذ درتا ولكن شيء عجيب لن ألقاه في إذن معليش آآ نبيل هرك معنا أنت معنا نبيل آآ نعم أنا معكم أنا أسنع تفضل لو لك شو ما عندك تدخل آآ أنا اللي غادي ننضيف هو أن آآ غادي نشكر الإخوة لأنهم وفوا وكفوا آآ كلهم يعني قالوا لي كان خصويت قال يعني الشيء الإخوة والأخت أنا أنا يعني ما عندي يعني انحياز يعني للمرأة وللمراجل فأنا أراهم سواسية أنا أرا المرأة والرجل سواسية إذن إذن كأنا أستدلم من القرآن النساء يعني شقائق الرجال إذن كذلك الرجال شقائق شقائن الرجال يعني النساء إذن المسألة اللي غادي نضيفها له غادي نقول هذا المسألة هذه المسألة يعني الرقية الشرعية هي مسألة يعني عميقة جدا وفيها مواضيع كثيرة فلا فلا يمكن أن نبطرها أو نزيلها ما دام ما دام الإسلام يقرها وما دام الإسلام يعني يعني جاء بأحاديث وجاء يعني بآيات وجاء يعني والعلماء الآن في هذا الزمان في هذا العصر أو في هذا الوقت 2019 ينددون بهذا الأمر يقولون بأن الجن موجود والجن يمس الإنسان ويجب على الإنسان أن يحمي نفسه من هذه الأشياء بقراءة القرآن وبالأقوال المأطورة عن النبي وعن الصحابة فإذا نحن غرضنا أو غرضنا الوحيد هو بطر يعني نقطع رأس الحية ورأس الحية هو الإسلام فإذا كان الإسلام موجود فيكون الرقية موجودة والخرافة موجودة والجن موجود وكل شيء تتوقعه يعني يكون موجود إذن الغرض أو الهدف من هذا الحوار أو من هذه المواضيع هي نبين للناس وخصوصا المسلم المسلم هو الذي يعتقد هذا نبين له أن هذا الأمر خطر وهو يعني لا دليل عليه لأن دائما نحن نرى العلم العلم هو الذي يأتينا بالدليل ويأتينا بالحجة ويأتينا بالبرهان يعني الدليل الملموس طبعا الدليل التجريبي لا الدليل الميتافيزيقي الذي يوجد في الإسلام إذن نحن نسعى جاهدا لإزالة هذا الخبط وهذا المرض العضال الذي أصاب الشرق الأوسخ أنا لا أقول الشرق الأوسخ وإنما أقول الشرق الأوسخ لأنه يتبنى أفكار وصخة وأفكار يعني تدمر المجتمع من حيث الدين طبعا الدين هو أكبر أكبر مشكل إذن كيف نزيل هذا الإسلام لا نستطيع أن نزيله ولكن على الأقل يعني نفضح الأفكار الهوية التي لا معنى لها ولا دليل عليها كيف الإنسان يذهب إلى الراقي يذهب إلى أذر 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 لا بأس إذن كيف انتشر هذا الأمر والمريض يذهب إلى الراقي لأنه مسكين هذا المسكين أنا أعتبر هذا المسلم الضعيف الذي لا علم له ولا تقف عنده من حيث لأنه دائما يرى العلوم الأخرى دائما هي خرافة يعني هو ينظر منظوره الإيماني فقط والمسلمات لأن الإنسان المسلم دائما هو مصدره ومرجعيته هي الإسلام إذن هذا أنا أرىه ضعيف وأرىه مسكين يعتقد هذا فيقول أنا أرى أشياء وأنا يعني ربما عندي تعطيل في الزواج أو عندي تعطيل في العمل أو عندي مشاكل يعني نفسية هو دائما يصنفها إلى يعني يحيزها إلى هذه المعتقدات التي يعتقدها لهي خرافية وهي لا دليل عليها فيلتج طبعا بمحض إرادته وبحبه وبإيمانه إلى هذا الراقي وفيجد الراقي كذلك كما أسلفت هو كذلك يؤمن بهذه الأشياء فهو يعني يقدم له إسعافات أو يقدم له علاجات روحية كالآيات القرآنية أو كالأحاديد أو كالكلام المأتور في هذا الأمر طبعا في هذه المسألة فهو دائما يدخل إلى المعالج إلى الراقي يعني عنده أمل أن يشفى فيرى يعني لما يدخل عند الراقي الراقي يبدأ يعني يقرأ عليه ويفعل أشياء ثم يخرج هذا المسكين وهو يعني قد كمض هذا الجرح أو هذه الجروح النفسية وخارجه يعني مرتاح وهو دائما يلعب يعني في دائرة نفسية فقط يعني هو يعني المعالج ولو أنه يعتقد أن هذا الأمر يعني الله هو الذي شفاه وهو والقرآن هو الذي يعني فعل يعني تأثيره على علاج هذا الإنسان لأن كيقول لك في الآية وإذا مردت فهو يشفين والقرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذن المؤمن يقرأ هذه الآية فلما يدخل عند الراق يخرج وهو مرتاح البال منشرح يعني الصدر كذا إلى آخر فيقول أنا لقد عالجني فلان فيشيع الخبر بين الناس أن فلان عالجني وكنت أنا فيه كذا فهي فهي كلها أمور النفسية وأمور خزعبلية وخرافات وأشياء يعني لا دليل عليها والعلم يمقط هذه الأشياء العلم الحديث العلم التجريبي يمقط هذه الأشياء يعني لا يراها تصلح ولو أن هناك يعني الأطباء النفسيين مسلمين يعني يعتبرون هذه الأشياء من علاج نفسي يعني دائما الإنسان لما يأتي إليك ولو تقول له يعني ولو لم تقول له قرآن حتى ولو جئته بكلام يعني غير من عندك مثلا من صنع ذاكرتك ومن هذا فتقول له كذا 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 تبدأ يعني تريحه يعني هو يرتاح لكلامك ويرتاح لهذه الأشياء فيخرج وهو مرتاح البال إذن إخواني إخوتتي كما يقول الأخ هاد جيلو هذه الكلمة العجيبة الجميلة فأشكره وأقول شكرا له على هذا الموضوع الجميل وعلى صدافة هؤلاء الإخوان الرائعون كلهم يعني عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم يعني حب لإيصال المعلومة إلى المتلقي وكشف وفضح هذا الدين الخبيث وشكرا للجميع شكرا لك ونرحب بكايزر كايزر مساء الخير كايزر لن نسمعك ها العفو تسمع صواتي الآن؟ نعم نسمع نستمع إليك أهلا وسهلا أهلا صديق شكرا شكرا جزيلا لكم لهذا الموضوع الجميل وهو فعلا من المواضيع المهمة وأنا بالنسبة لي صراحة أنظر لهذا الموضوع من ناحية أنه دائما هناك يوجد قناعة عند الناس بهذه الأفكار هذه أفكار يعني هذه التفسيرات اللي كانت موجودة عندهم لفترة طويلة من الزمن أنه هذا ما هذا ما يعني كانت الناس لفترة ليس لها معرفة بالعلوم هذه الأمور الغريبة اللي تحصل دائما التفسير هيكون هو تفسير غيبي هو التفسير السائد لكن أحب أصل لما نحن نقنع عن الشخص اللي مصدق به هذه الأفكار أن هذه الأفكار ليست صحيحة على الأقل يجب أن قدمنا أنت بديل أنا بتصوري أنه دائما لما يكون هناك إمكانية للشخص يفهم أنه هناك تفسير آخر ليس التفسير الغيبي أو التفسير الخرافي اللي تعلم عليه ويتلقاه من بيئة ومجتمعه هو الصحيح ممكن في ذلك لو قد يبدأ بشكل تدريجي يفكر لأنه هذا الشيء قد يكون صح وخطر ويقلع عنه فلهذا السائل حبيت أنه أحكي بس بشكل يعني موجز عن قضية التواهم اللي يقع بها أنه ليش تحصل هذه الأشياء عند الناس ويشعرون بهذه الأوهام اللي تدعوهم إلى أن يلجأون إلى المشعودين وأهل الرقية الشرعية وغيرهم في الحقيقة علميا أنه هي مشكلة الأوهام يعني يصاب بها عادة أصحاب الذهان يسموهم وهذا علميا تفسير أنه هي مشكلة في ناقل الإشارات العصبية الدوبامين أنه يخل الناس يصورون أنه هناك أشياء ثانوية ليست مهمة لكن تأخذ أولوية عالية جدا عندهم بحيث يبدأ دماغهم يوحي لهم أنه هذا الشيء هو بالغ الأهمية هذا كيف يحصل يعني هناك بروفيسور وعالم مشهور كان جدا مهتم بخضية الشيزوفرينية مرض الشيزوفرينية اسمه شيتش كابور أعتقد هذا جاب نظرية سماها الحيود المعرفة أو انحدار لا أعرف ما يسمى صراحة العربي انحراف المقدرة على الانتباع الشخص المفروض أن يكون منتبه لشيء معين لكن بسبب مشكلة في توصيلات الدماغ وفي انتقال الدوبامي بالدماغ يركز انتباه على شيء آخر وهو خاطئ فهذا يجعلهم أنهم يصورون أشياء لها أهمية شبيرة وما تقدر تقنعهم أنه يركز على شيء خطئ وممكن بسهولة جدا أنه شخصيا مقتنع وما يعرف السبب وممكن بسهولة أنه يصدق أنه هناك شخص آخر يتحكم في أفكار مثل أو متلبسة جن لكن لا يستطيع أن يدرك الحقيقة بشكل مختصر أن الموصلات الكيميائية التي تخرط بتحديد مهمة ما هي الأشياء المهمة يعني دماغنا يعمل نوع من أشياء المهمة تحفيزية يعني يعني يعطي تحفيز حتى تعرف ما هو هذا المهم يعني إذا أردت صورة مبسطة مثال مبسط عنه تفهم الفكرة توجد في أجهزة التلفزيون أو شاشات الألسيديا وغيرها هناك شيء يتحكم منظم يتحكم بالتباين ما بين شدة الإضاءة والظلام دائما هذا المنظم يحاول أنه يعمل نوع أن يغير الفارق ما بين الإضاءة والظلام على مدل يكون موضوعين هذه في الدماغ توجد آلية مشابهة الخطأ الذي يصير وين أنه أنت دائما تنتبه على الأشياء في مثالنا هذا بالشاشة تنتبه على الأشياء المضيئة البرايت فهو يقوم دائما يجلب لك أشياء خاطئة يخليها هي البرايت هي المهمة هي اللي ينتبه لها الدماغ فمثلا إذا كنت أنت تشعر بالجوع فهنان رح يتركز بشكل طبيعي لأنه حاجة بيولوجية مهمة للإنسان للأكل فأنت رح تركز اللي يحشيها كابر أنه يدي هذا الخلل أنه يطلق الدوبامين أن النظام يبدأ يعمل بشكل غلط يقود المصاب أنه يضع كل تركيز وانتماها على أمور أخرى ثانوية في دماغ ربما تجري في اللهوعي يعني في خلفية الدماغ فيقول لها أنه هذا هو المهم بدل الطعام فأنت صور كل الانتباه اللي أنت لازم تركزه حتى تحصل على الطعام حتى تركز على شيء ثاني هو غير مهم فتشوف المريض يبدو يلح عليه وبشدة أنت كشخص طبيعي تستغرب هذا ليس لدي على هذا الموضوع هذا شيء تافئ يعني مثلا شيء طلب ليش محطوظ في هذا المكان هو يبدو يركز عليه ويعمل عليه مشكلة هو في داخله المحفزات الدماغة يعني نفس القوة اللي تدفع أنه يجيب الطعام عنه يأكل تدفع على هذا الشيء التافئ فهذا صراحة هو هذا صراحة أكثر تفسير علمي فهمته أنه ليش كيف تأثثر هذه الأمور على سلوكيات وفعال الأشخاص أخير شيء أختم أنه يعني لازم نفهم رغم أنه نحن نوصف أنه هذه الأوهام والتهيئات الأشياء اللي حسون بها الناس أسبابها هي كلها يعني تغيرات في كيمياء الدماغ صراحة الموضوع هو مع ذلك هو ترعقت يعني يعني أكيد طبعا أكيد هي التفسيرات الدينية والخرافية أنه هناك أشياء لا مادية هيئات غيبية تتحكم بك أكيد هذه الأشياء لا دليل عليها نهائيا وهذه خاطئ 100% لكن حتى العاملين في مجال علم النفس وعلم الأعصاب يدركون أنه هناك يعني عوامل أخرى تلعب دورها أن تخلي الشخص يكون هيج يعني ممكن يكون عنده البيئة اللي يعيش فيها عوامل البيئة اللي يعيش بيها أو أن هناك أمراض وراثية في الأسرة أو أن هناك مشاكل عاطفية عند هذا الشخص أو أنه متعرض إلى إجهاد طبعا حتى حتى التكوين الجنين أو قبل مرحلة تكوين الجنين ما تتناول الأم من طعام من ضروف بيئة حتى هذا يأثر على الإنسان في المستقبل فصراحة هو يعني لازم ندرس كل جوال بمختلف شخصية في الإنسان نعم نقدر نساعده ونفهم شن الخلل اللي بي ونقدر كيف نعالجه فهذا من الأمور الأساسية اللي لازم تفهم أنه لازم دائما ليش هو التنوير ونشر العلم والمعرفة هو مهم لأنت تريد تقدم تفسير بديل للتفسير الخرافي اللي معاشعش في أدمغات الناس وهي تقدر أنت شوائش وبشكل تدريجي تخليهم يقلعون عن هذه الأفكار والسلوكيات المسيئة بالمجتمع فهذا كان تعليق ياسف إذا أغطيت تعليقكم وأشكركم شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا فعبد الحاكم إذا أو ديفيد إذا تريدون أن تعلقون على ما قيل تفضلوا هم تسمعني هيك نعم أنا بس يعني أنا بأي صديقي قيصر وروبي صديقتنا روبي تركتنا هلأ يعني اليوم اللي احنا بلشنا نفهم أسس علمية لكل هاي الظواهر اللي كنا من قبل ننسبها لأمور خرافية مثل ما ذكر كمان صديقي قيصر اليوم صرنا منعرف أنه الدماغ مش بس هو اللي بيتحكم بكل هاي دي الأمور لأ كمان بناء الدماغ أثناء وقت بيكون بمرحلة جنينية الإنسان ومتل ما ذكرت صديقتنا روبي أنه الأطفال بيكون لسه الدماغ عندهم مش مكتمل وأنا بضيف فكرة أنه لعمر الخمسة وعشرين سنة بيضل الدماغ بمرحلة نمو حقيقية فيزيائية فمن مرحلة الجنينية بمرورا بهاي دي المرحلة الطفولة والمراهقة كلها ياتا بيكون الدماغ عم يمبنى فالطبيعة الأمور المادية الأكل والأغذية والردياشن والإشعاعات وبلا بلا بلا كل هاي دي الأمور والأدوية وكذا كلها ياتا بشكل مادي تؤثر في بناء الدماغ فممكن تعطي انحرافات مستقبلية بما يسمى لحنا نسمي اليوم أمراض أو اضطرابات نفسية أو ممكن تتم البرمجة البيئية أو الظروف البيئية اللي نشأ فيها الإنسان تأثر فيه بدماغه أو بيكون أحيانا أو غالبا مزيج من الأمرين مع بعض فاليوم لحنا صرنا منفهم أسس علمية مثل ما قلت أنا الأسس العلمية هاي دي ليش لحنا منعتمدها ببساطة وفيك تقنع أي إنسان بإنه يعتمد بدل الأسس الخرافية لأنه هاي دي الأسس يعني صالحة للتطبيق على جميع البشر باختلاف أعراقهم ودياناتهم وخلفياتهم وإلى آخره هاي دي أمور مدروسة دراسة صحيحة وليست أمور الخزعبلات اللي كانت الناس تفكرها من قبل لازم لحنا نساهم أكتر بنشر التنوير نحاول نوعي الناس لهي دي الأمور نعطيهم الحل البديل مثل ما ذكر أخي قيصر مش بس أنه لحنا أخي عم نهدم السردية الدينية أو عم نهدم السردية اللي مناسب تعرفها والآتقادات اللي عندهم لازم نورجيهم أنه لحنا مش بس عم نهدم هاي دي الفكرة اللي احنا عم نهدمها لأنه عنا شيء أكثر صلاحية أكثر منطقية أكثر ثبات لازم نتوجه له لازم نتوجه له إذا لحنا بدنا عن جد نحسن حالنا ونحسن هاي دي المجتمعات ونقضي على هالمشعوذين والناس اللي عم تقتات على الجهل هدول على جهل الرجل الشارع البسيط اللي كل ياتنا أفراد منهن وعائلاتنا أفراد منهن اللي لحنا بدنا نحاول ننهي هاي دي الحالة من استغلال الجهل وتجهيل هي مش بس استغلال الجهل هي عمليا تجهيل الشعوب بقصد استغلالها لحتى يكون دقيق هاي دي الحالة اللي لحنا بدنا مهمتنا نحاول نوعي الناس على هذه النقطة بالضبط أنه يتم تجهيلهم بقصد استغلالهم وهناك حلول بديلة لهذا الموضوع حلول علمية مدروسة يعني بتمنى بالسنوات القادمة نلاقي يعني جهد تنويري أكتر بهذا المجال لأنه أنا برأي هذا مجال كتير مهم لأنه نشتغل عليه بقوة شكرا جزيلا كلام صواب أبا الحاكم تريد أن الصراحة أريد أن أضيف على كلام قيصر وديفيد أنه المشكلة الرئيسية عندنا الأكثرية أنه التعليم التعليم عندنا متدني جدا والاهتمام بالشغلات الأمور الشعوة والخرافة جاية من هذا الشيء لأنه هذا النشأ على هذه الأشياء لم يقرأ لا يعرف لا يعرف الجغرافية ولا التاريخ ولا ولا الرياضيات ولا الكيميا ولا الفيزياء لا يعرف أي شيء غير الأشياء التي يعلمها وإحنا لدينا نسبة الأمية بدول العربية والإسلامية مرتفعة إلى أبعد العدود يعني في مناطق فيها 80% في مناطق فيها 40% فيه 60% إذا انتشرت الأمية انتشر معها الجهل والخرافة هذا هذا الشيء مرتبط بالشيء الآخر يعني يجب أن نهتم للتعليم الطفل من يولد مثل ما يعملوا بأوروبا الطفل لازم يدرس لحد التسع سنين غصبا عنه يعني هالتسع سنين انت عارف عايش في فرنسا وعارف أنه الابتدائية بعدين متوسطة لازم يعني يدرسها وبعدين شو يقرر الحيات ويقرره فهم عاوزين الشخص يتنور شوية على الأقل فكريا بعدين يستطيع أن يتخذ قراراته لكن إذا واحد بعد ما درس وأصبح مهندس أو طبيب وذهب إلى هذه الأماكن في خلل عنده في مخه فأكيد في عنده خلل معين في مخه اللي يؤمن بهذه الأشياء على الرغم من الدراسات اللي درس في الجامعات ويمكن خلص ماسترز ويضطر إلى هذه الأشياء أنا برأي هو التعليم الشيء الرئيسي طالما تعلمنا صح ذاك الوقت أن نستطيع أن نقف على أرجنا من جديد شيء رهيب خاصة في الجزائر أنا يعني جزائري قديم قديم في السن يعني جزائري قبل هذا الجزائريين حاليا وعندما يقول لهم يعني في المدرسة نحن كي درسنا ما كان لن يوجد دين واليوم اللحظ في التلفزات الجزائرية كلها تعمل حديث ديني وتأتي بالأطفال وأولاد صغار ثلاث سنوات يقرؤون صورة أو صورتين أو ثلاثة ويقول لهم في التلفزة الشيخ لبنت التي قرأت صورة الطلاق صورة الطلاق ثلاث سنوات في عمرها وهذه في التلفزة الجزائرية وعندي الشريط وحطيته في الكونت مكتوب ثلاث سنوات متحجبة لديها حجاب كأن بنت ثلاث سنوات يعني تأتيك الشهوة منها هل أنت بشر أو ماذا يعني أصلا عفوا المعوذتين هو أصلا رقية شرعية بالأساس وفي كثير يقول ليس من القرآن مختلفين على هذا يعني عبدالله من سعود يقول هذا ليس من القرآن يعني إذا أنت تقرأ القرآن والمعوذتين هو أصلا رقية شرعية فأنت شو تتوقع من مجتمعاتنا العربية والإسلامية يعني لا يعني أنا أريد أن أقول ما يجري في البلدان من العراق سوريا وحتى الأقصى يعني في المغرب هذا كله تخطيط لأن من المستحيل إذا أنت عندك رؤساء وعندك ملك أو أماراء إمارات الإماراتية وأن يدخلون في المدارس يعني يعلمون الدين في المدرسة المدرسة دورها في العالم بأسره هي الدين من المدرسة 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 مدرسة إدعاء 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 في المدرسة لأن إذا أنت لديك مثلا نحن نموذج إسلامي لأن فوق الأرض يوجد أثن موسيقى كإسلام يعني إذا فيه مليار مسلم ففيه مليار إسلام لأن كل مسلم لديه إسلامه في مخه وأنا أقول لهذا المسلمين كلهم اتفقوا على دين واحد اتفقوا على دين واحد فقط هذا الشيعة هذا سنة هذا حنبالي مليار إسلام هذا قرقبو أو جابونا واحد بالألوان بالألوان إسلام مذهب قرقبو لقرقابه لست أدري ما هو اسمه وهو إسلام يعني من الصوفية يعني من الصوفية لن يظر ولكن حسب الفكر حسب الفكر قال نعم المذهب لماذا لأن كل مذهب لديه شيخ ولديه شيوخ ولبدا الفلوس إذا فيه مذهب واحد فإلا شيخ واحد الذي يقبض الفلوس هذا مشكل الدنيا هو مشكل فلوس كل شي متركب على الفلوس والدين الحالي إلا بالفلوس أنتم طارون مثلا نحكم مثل القارضاوي القارضاوي أعلمكم رسميا بأن في قطر في كونت إبارل إبارل يعني ليس لا أدري يعني تحط الفلوس ولن تخرجهم لمدة كيف بالعربية يقولون هكذا أو حساب ثابت يعني ضمان ضمان نعم كونت إبارل كونت إبارل 13 مليون دولار أعيد 13 مليون دولار في بنك والذي الوثيقة ونشرتها في فيسبوك هذا العجوز الخبيث البيضوفيل الذي تزوج من شرف في كل بلد لدي إمرأة باسم الدين 13 مليون هذه في كونت إبارل أما الحساب اليومي هذا لست أدري كم من الملايين ويقول مثلا أعطيكم أمثلة على أخذ القراداوي القراداوي قال لك عندما تكلم على وفا سلطان قال عنها أخطأت المسلم ما فيش العنف والإسلام ما فيش العنف لأن الله قال من قتل شخصا قتل أمة شيء كما هذا من قتل عبدا فقتل الأمة كل الناس هذه في القرآن توجد حسب رأي ومن ومن الذي قال لابد أن تقتل القذافي برصاصه أليس القراداوي ما هذه التناقضات القراداوي هو أصلا أبو التناقضات كلها يعني كان يرحب بالأسد ورح عنده القذافي وبعدين السياسة تغيرته والعريفي العريفي الذي هو يلبس لباس الجيش وبقنبولة يرميها على اليمن وماذا يدعي للقنبولة فيه الفيديو يقول الله أقسف اليمن والناس هذا مسلم هذا الذي كيف وهذا كله يدرس في المدارس الابتدائية ونتكلم عن الجزائر لأنني على بالي توجد في الجزائر وفي الجزائر في الميثاق الميثاق أرتكلي يقول بأن الإسلام دين الدولة أنا كشخص عمري ما شفت دولة تصلي دولة تذب إلى الحج دولة تحتفل بالعيد ديني كيف دولة تفرض عليك دين إذا أنا أبي شيعي والمدرسة تعلم لي السنة كيف يكون وعندنا مثال يعني رهي معنا كانت كانت في الشيعة والديها شيعيين وتذهب إلى المدرسة يدرسون لها السنة ويقولون لها بأن الشيعة هذا كفار وهذا كذا وكذا أنا والدي شيعية والدي سني كيف تدخل الدين هذا هذا الدين عندما يدخل في السياسة وأكرر بأن ليس الدين الذي ذهب للسياسة بل السياسيون الذين أتوا بالدين عندهم ليستعملون أفكاركم ماذا نسمع في الجزائر نسمع ما كتبهاش ربي مشروع تعمل ماذا يقول الوزير ما كتبهاش ربي تقول له اعطيني الحساب يقول لك كل شي في إيد الله إذا الله كان حب المشروع ينجح سي ينجح الله لن أراد أن ينجح لن ينجح وبس راح الفلوس راح كل شي ربية أيضا في بطولة آس كل واحد يفوز يقول إن شاء الله يفوز التالي هذه كذا ويصلون في الملاعب ينجح الله مش عاد فيه الله صار يلعب كورة القدم وعن قريب ستأتي صورة الركنية صورة الضربة الحرة يأتيكم بصورة الهدف صورة التسلل إلى أين هذا العقل هذا ذهب بقية الصور نعم المشكلة إذا تسمح لي بتعليق أخير حتى ترفض أنه عفو المشكلة يعني لو نرجع لأساس الموضوع الذي كنا نحكي فيه أنه هذه الدعاءات فيما يخص أنه القوى الغيبية وحتى موضوع التنجيم أعتقد ذكرتها أوروبي التنجيم والأبراج والكذا أنا أشوف أنه حاليا في الوقت الحالي طبعا انتشار المعلومات وسهولة التعبير عن الرأي وكذا هو شيء جيد حتى تقفوا الناس وخلاهم يكتشفون الخرافات وكذا لكن هو فيه جانب أيضا سيء أنه حتى يعطي مجال لمروجي الخرافات والفكر التجهيلي هذا هذا هو اسم فكر أصلا نشر الجهل هذا أنه أيضا يعخذون مساحة كبيرة فأنا من ضمن مرات لاحظة في النقاشات أنه هم يحاولون أنت كيف تؤمن بعلوم أنا أجيب لك الخرافة نفسها أقعد قارن لك إياها بالعلوم فرضا على سبيل مثال على ذكر التنجيم والأبراج وكذا يجيك واحد يمكن يقول وعلم الفلك أصلا هو علم الفلك فيه تجريب يعني هل أنت تجرف في المختبر الأشياء هذه التي تكتشفها في الكون الأجرام والبعد بين المسافات ما بين الأجرام وحركة الكوضر هل تكتشفها طبعا بالحقيقة يعني في علم الفلك وما يوجد تجارب صحيح لكن فيه مثلا المعادلات الرياضية وفيه أيضا عامل الرصد يعني دائما في العلم وليس فقط التجربة والتكرار والنتحدث في المختبر وإنما الرصد فالبوصلة هي واضحة صراحة يعني لهؤلاء اللي يحاولون أنه يمررون الخرافة عن طريق محاولة تشبيه بعض العلوم أو يجبون بعض العلوم الزائفة ويحاولون يحشروها في مجال العلوم خليكم منتبه المتلقي دائما أنه البوصلة واضحة يعني أنه التجربة النظرية العلمية هي ممكن تجربة نتائجها والتأكد من صحتها هذا اللي احنا دائما نعول عليه طبعا في العلوم الطبيعية الموضوع شوي مختلف عن العلوم الاجتماعية يعني مثلا علم النفس أو علم الاجتماع وغيرا لأن العلوم الاجتماعية هي معتمدة على زمكان إجراء التجارب لهذا السبب هي النتائجة تكون متبعينة لكن اللي قصدت أنه خطورة يعني ادعاءات ومسخافة هذه الادعاءات أنهم مرات يستخدمون مصطلحات علمية حتى يظلون بها الناس العامة ويجرهم للظن طبعا المتلقي البسيط اللي ما عنده ثقافة علاقة المتوسطة وعلى ولما يسمع أسماء علمية رنانة وهو يعرف أن العلم شيء جيد ويقدم له أمور جيدة في الحياة وتنسيلات وكذا فيصدق بها مثلا يقول له كلمة التصميم ذكي أو يقول له تنجين أو تداوبي عشاب أو غيره بالحقيقة هي ليست إلا تجارة دغمائية لهذا السبب يقع على عاتق الأكاديميين والتنويريين اللي طبعا يحاولون أن يوصلون الأفكار بشكل بسيط أن يصدون لهذه المحاولات ويفضحون هذه التخرصات حتى ينمون العقل العلمي النقدي عند العامة وما يتركوه من زرقون إلى عبودية الخرافات شغلة واحدة أذكرها فيما يخص التنجين نفسها دائما يحاولون مثلا جماعة كمثال على هذا الكلام اللي يقول أنا لصقوا لك التنجين والأبراج مثلا بعلم الفهم عن طريق حجة شنية طبعا حجتهم الوحيدة الوحيدة هي يعني يقول لك الجاذبية الكواكب والنجوم والثقوب السوداء تأثر على تكوين أدمغت الناس لما هم يكونوا بمرحلة الجنية وبالتالي تلعب دور في حياتهم لاحقا هذا الأساس على أساس هم يلقون على أساس أنه هو علمي بالحقيقة إنه هذا لو كان صحيح كان لمسنا هذا التأثير في حياتنا اليومية يعني لو كانت هذه الجاذبية ونثقوا بالسوداء والكواكب كان لبسناها في حياتنا اليومية ليش من نلمسها ليش ليش الأثر مالها جدا هامشي لدرجة الأهمال المشكلة إنهم ما يقدمون أي دليل ولا يشرحون أي ميكانيكية لكيفية حصول هذا التأثير مثل ما قلنا الغير قابل للاختبار ليس علم مجرد هرطقة وكلام فارغ وأشكركم شكرا جزيلا وأتمنىكم شكرا 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 إذن نأتي إلى النهاية وأعتذر للذين لن لن يتكلمون لأسباب تقنية لأنني لن لن أعرف كيف كيف أدخلهم حاولت ولكن لن ألقى الحل مرة أخرى غدا سألقى الحل بإذن شارلي شارلي إذن أشكرك أبا الحاكم وأشكرك ديفيد على مشاركة كوما هذه أبا العربية نحن نشكرك للدعوة أيضا شكرا وشكرا لجيسي وكل كانوا معنا بارك حبيت نقول باللي غدا سنضطغي في قناة هدر وش حبيت هذه المصري ألبير الذي ألبير سابير هو اسمه الذي سيحكينا غدا ما جرى له في مصر في مصر عندما أتوا الشرطة بعد أن المصريون المسلمون ذهبون باسم الله أكبر لكي يقتلونه سنرى هذا غدا معه أما يوم الجمعة سنستقبل نبي من المغرب والعنوان للحصة هي الرحلة من الإسلام إلى الإلحاد وسيحكي لنا كيف حياته لحد الآن كيف دخل الإسلام بكل صدق وكيف قرأ القرآن وحفظه وعمل كل شيء و في العراق كان مسجلا لكي يذهب يجاهد في سبيل الله حتى اعتقل من طرف الشرطة المغربية وبعد عامين من السجن خمم جيدا يعني كان وصار صار صار نورمال صار عادي إنسان عادي وتجنب هذا الدين إذن رحلة من الإسلام إلى الإلحاد ويوم الأثنين سيكون الأستاذ الكبير سعيد جبرخير الإسلامولوجي شارشهر الذي سنتكلم على موضوع آخر دائما في الإسلام والصوفية إذن أشكركم جزيلا الشكر أعتذر على هذا الوقت الكثير الذي درناه معا وأعتذر على اللغة العربية لأن لن أتقنها لن أحسنها أفهم ولكن لن أجه فاهمينك الذي كان دائما يقول للجزائريين أنهض ماذا تنتظروا أنهض أنهض شكرا جزيلا عليك أشكر много شكرا جزيلا